السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تحديات دور الستاشر السينمائي. حلقتنا النهاردة نہرني فيها ضيفنا الدائم وشركتنا المستمر مستر محمود في عودة بعد الحلقة اللي فاتت اللي بس ما كانش موجود فيها. كان وراك ايه نزل الحلقة اللي فاتت موجودش. لكن موجود الحلقة الفاتت. لا في حلقة طلقة النهاردة ما كنتش موجود فيها. انا. ما انت ما شفتش اخر حلقة. يعني كمان ما شفتش اخر حلقة فكان وراك ايه النهاردة. وكان وراك ايه في الحلقة اللي بازت. او الليل انت ما جيتش مجيه اللي مجيتش فيها دايت ما بازتش ولا حاجة. خير خير. ومعانا لاول مرة مستر عبد الرحمن فاروق الجامد جدا الرجل اللازل لا والله انت من الناس اللي اطلقوا الموضوع بتاع المراجعات على تيك توك بالتحديد وخلوله اوديونس بيز يعني يعني انا انا بادعي ان انا من اوائل الناس اللي اشتغلوا يوتيوب وجهزوا اوديونس للناس كتير جات بعد كده انا ومحمود يعني انت انت اكتشي ممكن ينسب لك ينسب لك دوت في تيك توك انا وواحد اسمه عبدالعزيز سعودي اوكي بحبه جدا جدا بولد معانا هاصلر طبعا اه اه بحبه بحبه جدا في ناس كتير جدا الناس بتاع تيك توك جميلين جدا والله بحبهم جدا وزي ما بقول كده احنا لما جينا نجرب في تيك توك لانا لكم فرشت الدنيا لانا انتم جهزتولنا الدنيا بحس ان احنا جينا عرفنا نستفيد من اللي انتو بنتوه هلو بلك انت لو كنت بدأت في تيك توك كنت انتو كالتوا المجال كله في تيك توك لان احنا بدأنا بداية صفرية بجد اللي هي عارف انت بتفتح الموبايل المعافل اللي هو النوكيا ده وبتصور وغرين سكرين بتاعتي التيك توك ما بتمنتش انت بتوقف من التيك توك نفسه بتاعد تكمل فانت لو كنت بدأت في الامكانيات اللي كان عندك ساعتها هتبقى حاجة تانية انا انت عارف بقى ساعتها احنا كنا بنقول انا انا عارف كمان بنكره المحتوى القصير انا دي المنصة بتاعت الصيحة يا عم احنا ملنا وملك انا انتكدتوا مرة على فكرة بسبب موضة فعلا عشان المحتوى قصير اللي انا ديته السيارة اه يعني انا موضوع يطول بازماش موضوع للنهر لا لا ليه احنا بنتكلم في كل حاجة ما بتيكون اتنائيش النقطة ده كان ايه تحفظ بتاعه انا مش عارف بالظبط هو اخذها من انا نحية انا نقطة بالظبط اللي انا اتكلمت عليها في المحتوى القصير بس في كل احوال انا ديش مشكلة ايو 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 ده مشكلة اللي جيل عمتا ان الاتنشن سبان بيكون بيقل فانا بس اتكلم معنا موضوع ان الاتنشن سبان بس انا انا دايت لما قلت كده او لقيتك بتنزل شورتس ايو ما بالظبط انا مش انت بتساهم برضو لا 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 انا ده انا الوقت افهمت الخناقة او الاختلاف على ايه والحقيقة انا كنت مع محمود خطوة بخطوة في هذا الموضوع انا احنا زمان اول مرة اتفتح الموضوع دوت في حوار عام كان معنا انا ماهر وانت وماهر كنتم ضد الاتجاه بتاع الشورتس واني اريت يوتيوبي لهو وحاجات زي كده وبعدين المرة اللي بعدها لما جيت زورتك عندك في الستوديو لقيتك لا بقيت متقبل الدنيا اكتر وبقيت بتشتغل عليها بالطريقة بتاعتك وهي دي صنة الحياة الناس عادة انا يعني ميزة او سمة الناس الازكياء او الناس الكويسين انا انا مع انتظر انهم يغيروا رأيهم ده طبيعي انا رأيك متغير في انا دلوقتي ما عنديش مشكلة خالص مع المشكلة اللي لسه موجودة عندي مع تيك توك كأبليكيشين ذات نفسه بس مش مع المشكلة ما عنديش مشكلة زيها مع الانستجرام مع يوتيوب انا بصراحة انا بدين بالولاء التام والكامل لتيك توك بالنسبالي ليه المنصة اللي بدأت منها ولو ما كنت بدأت في اي منصة اتعني غيرها محدش كان يتفرج عليها لان انا بدأت يعني زي ما قلت لك كانيات ضعيفة جدا لان اعمل مراجعة وده مثلا فيلم جامد ومحمود وكذا مراجع عامل مش بتكلم في الشخصية بتكلم مع الكاميرا والكواليتي والمايك وكلام ده لان ما كنتش حد هيتفرج علي فلما بلاقتي من تيك توك الناس حجابها الموضوع وتلاقيت كان ترشيح افلام بسيطة وكنت بكلم في الكوميكس عميحب الكوميكس فالناس حجابها القصص اللي هبحكيها في الكوميكس والترشيحات الافلام فلاقيت الموضوع حلوك حاجة في تيك توك كمان اللي انت ممكن تعمل هيبحيله برضو كترشيح افلام تطلع مشاهد من الفيلم وترشحه وخلاص فالتيك توك بالنسبة لي لا انا بعشقه برغم ان انا ماخدش منها جنيه حرفيا يعني انا بطلع تحديات ولا بطلع لايفات ولا بعمل اي حاجة فما ماخدش منها فلوس بس بعشقه لا انت انت معاك حق وعلى فكرة انا دايما لما حد بيجي لي في الستريم وبتاعه وبيسأل يقول انا عاوز ابتدي من فترة يعني قبل ما ابتدي انا نفسي افهم يعني ايه شورت فورمات وتيك توك وبتاعك وتب اقول ما لازم يكون عندك فاكتر يميزك قوي حاجات عمالك بتاع دلوقتي بقيت بشجع الناس بقوة على انك تجرب واول لما تجرب اتجرب جرب من جوة شورت فورمات لان ده هوت اللي بتجدزكابرابيلت انت لو ركبت على حاجة شغالك كويس وعملت فيها حاجة مميزة دي نقطة انطلاق كويس ولما عحمود انتقد التيك توك بالنسبالي كان عارف انا برضو كنت تفلش وانش اكذب خدتها بموضوع شخصي قوي اللي هو ايه انت بتنتقد حاجة انت متعرفهاش اصلا اخرج عنها اللي انت بتجمع معلومات من عنات مدخلتش في الموضوع مش كلنا وحشين مش كلنا بنرقص في لايفات مش كلنا كده فتلات بقى في لايف مش في فيديو لانا انا رأيه في الاول وفي الاخر قلت انا مش 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 شا فاكد غير لما يخش في الموضوع يتفرج بس على الناس اصلي في ناس في التيك توك احصل من مليون من مليون يوتيوبر وغير كده قرنت في حاجة لما بخش على التريندات في اليوتيوب بلاقي اللي بتطبخ ملوخية ولا انت انت متحسستيش ان اليوتيوب ده برضو جنة يعني في محتوى يعني عادي اللي هو هتلاقي ده وده في محتوى عالمي وفي محتوى اللي هو طبخ رأس واحدة لابسة يعني يا دي الواحدة اللي لابسة لابلنا واجع القلب مبراح برضو كان فيه خناقة في ستريم وتواعد صاح حاجة انه بيديك اكسب وشر اكتر بس فهتلاقي الاكيد السيق فيه اكتر هي دي الفكرة صحيح بداية ساخنة لهذه الحلقة الساخنة جدا 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 والحنتكلم فيها عن ايه يا دود افضل اكتر 16 فيلم عملوا فلوس في تاريخ السينما واني واحد اوطل فيه ايه احسن واحد ايه اللي ممكن يتشاف منهم ايه اللي ممكن يتشاف منهم في كتير منهم اجزاء تانية في كتير منهم لسه نالزين السنادي السنادي دخلت في الايمة بتاعتنا دخل اسوخنا جدا بفيلمين او ماريو وبربي مظبوط فحنشوف الدنيا عاملة ازاي حلقتنا النهاردة معلش انا في نقطة مهمة احنا النهاردة اطلقنا البرنامج بتاع المنتسبين على قناة فيلم جامد واحد المميزات الرئيسية بتاعتها هي ان الناس المشتركين او المنتسبين حيقدروا يشوفوا كواليس اختيار الافلام لان عادة بنبتجي بايما اكتر من 16 بكتير وبنقعد نفلتر فيها وانت مجرب وعارف ده محتوى جبار اصلا ممكن يكون احلى من الحلقة نفسها فقلنا بما ان الكلام ده ناس مهتمة به او بترجع تسأل بعد كده ليه ده ما دخلش ليه ده ما تحطش فنعمله ونخليه للمنتسبين فالناس اللي انتسبت النهاردة للأسف الحلقة دي ما فيهاش اي حاجة للمنتسبين لان احنا بجيين باول 16 فاحنا جايين باللستة زي ما هي بالظبط ما فيهاش تلاعب والايمة جاهزة هنا على طول حتطلعوا معاها اثناء الاجراءات بتاعت القرعة وحتعرفوا معنا مين هم الستاشر فيلم والتنافس بتاعهم هيكون ازاي لينكات القنوات بتاعت موجودة تحت في الدسكريبشن لو حد مش مطلع على حاجة روحوا بصوا انا في هذا البرنامج لا اصطديف غير الناس اللي انا بحبهم وبرشحهم عينيان يعني عمري في حياتي ما حجيب حد انا مش مقتنع به لمجرد انه عنده فيوز ولا عنده بتاعوا لكلام زي ده انا جبته يبقى انا بحبه يبقى انا برشحه هو دوات الموضوع اه ونفتكر لايكس بعد اذنكم على هذه الحلقة وعلى الحلقات اللي انتم بتحبوها عند الناس ويلا بينا نبتدي اجراءات القرعة اسحب لنا اول مبرارة اتنين ولا واحدة اتنين ما مطش بس مش مصد انا ده بيحصل دلوقت انها والله يصرف باقي تحياتي يعني عبر الحمان الماضي افتحت كبه قبل كد يحكي حولينا معيش اشتو فولت لا 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 5-16 مشكلة اللي انت هتفتح الفيلم رقم 14 بصحة كل البيانات الفيلم رقم 14 انتجه 2015 1.4 بليون اوكي اللي قدامه تايتانيك 1997 2.2 بليون المركز الرابع واو يلا بنا بسم الله على ايامي ما كانوش مربوطين بعض كانت بدي حد طيب بس انهم مربوطين ببعض بفرناهو لا يخلي اوه رقم واحد افاتار افاتار 2009 المركز الاول يقابل اكتر فيلم عمل داخل على ثلاثة مليار ايام سبايدر مان نووي هوم واو رقم السبعة ماتش ساخن تقريبا اثنين مليار المباراة الثالثة النسخة الحية الرقم تسعة في القائمة العالمية انتج 2019 يقابل الفيلم اللي هيكسبه اللي هو برضو يتلاقيه جوراسي كورن حلو هتقبى سريع 2015 ولا سريع ولا حاجة لو كانت كنت عايز فيلم جامد ينزل قصده عشان يخرجه بسرعة مش برشح لحد في دولي انا هيكسب طيب بس هم هيقابلوا بعض هنعمل ايه ازا سوبر ماريو عيلي يقابل يقابل. يقابل? صحيحة. اللي هم اتباك تشعر. عم حمول. الفريم. بوربي. حلو. في معلومة حاولت اوصلها النهاردة ما عرفتش ما عرفش لو حد فيكم عنده المعلومة بالفعلة او سهل يستخرجها. باربي دخل قيمة السبتاشر دول اسرع ولا توب جان مابرك. صعب صعب. 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 حاولت دور على الجراف. انا هدي تخمين اقول باربي. انا حاسس انه باربي اه. ابن لازينة ده مفيش ده من جديد قوي يعني. بس هلي استحق. هنيجي جدا. انا اتخاني. افاتار دويوف ووتر صاحب المركز التالت في القائمة عالميا. وصاحب احد اعضاء النادي القليل جدا بتاع حد الاثنين مليار. واو يقابل دي افنجرس. صاحب المركز العاشر. المباراة القبل الاخير. خير ايدا فاصل الفيريوس سيفن. بس انه بتاع dipole walker ليعني الله هرحم. ده اخر واحد بتاعه. اللي في البيباي باي. اه. قدام افينجرس الامر. آه كويس او دامتك مريح. لا ممكن بقى ن emerge في شوي. لا انا احس ان الحلقة دي كاملة هيكون فيها ريلاكسة اصلاً الدنيا بسيطة قوي اقصر حالاً يعني انا ممكن ممكن نبدأ كلام بجد لما نوصل الى اخرى اربعة عام مثلاً اوكاً ممكن نبدأ نتكلم بسم الله توب جان مافريك توب جان مافريك كم من دينة اول 16؟ اه يس للوغاية دلواتي؟ يس ما لاحظتوش انا بشوف توب جان مافريك هيكسب مين بقى يا ترى؟ هيكسب ستار وورس دا فورس اوايك وبكده اطراف القرعة اكتملوا وجاهزين للمناقشات ولكن قبل ما نبتدي المناقشات عاوزين كل واحد يقول هو متوقع مين الحيكسب او يفضل مين الحيكسب هيفضل وبلاش ناخد الموضوع من حتة اللي هو بدل ما انا كتبت دوت يبقى لازم افضل اتخنقل واشفح لطول الموضوع انا اتخنقل للصلاح دا لو مقتنع بي قوي تمام بس مش هو دا الفكرة يعني فكرة الحلقة انا اتخنقل المنطقي وخلي بقى خلناش نشوف داري بقى وعمل حاجة جوية كمه تطبق الورقة وخبية خبية ولا كنت هشوفها بس غمتين لأ بدل بتحرم الورقة اكتب واحنا مش هنبصر عندي كاميرا كشفة كل حاجة اللي وليها دي الناس زي ما كنا بقى لأ اخر الحلقة نفاجئهم خلاص اه لا مش هنوري الناس اه تصدر ما عنديش فكرة هو انا اللي اخترته بناء على العاطفة مش عشان احسن فيه النفضور عمتا كده كده هندخل المقاش عادي نشوف هنوصل ليه في الاخر ما بينكم بدون احنا عندنا واحد حد اشوف حاجة لك تطبق ولتبدأ المعركة المباراة الاولى يقابل تايتانيك تايتانيك يا جماعة هو اللي عرف الايماني قبل تايتانيك مفيش حد في الدنيا كان يرى ان فيه اي مسماء كده اساسا بس فيه حاجة بقى برضو لازم نجيب سريتها في الموضوع ده ان جيمس كامرون عنده ايه عنده ادفانتج بنلازجينه في القيامة دي ان تلاتة من الافلام بتاعته موجودة انو بس تلاتة من الافلام بتاعت جيمس كامرون دي عمله حركة الافلام التانية معاملتهاش وهي ان الافلام بتاعته بيتعملها ري ريليس وبتتعالد في السينما وورا تانية فيش اي فيلم على الترابيسة دي عمله الحركة ودي نقطة مهمة ان احنا نعرف الناس الايمة دي بتاعت ايه دي the highest grossing movies قبل حساب التكاليف افلام على مستوى العالم بجميع الريليس بتاعته لان فيه ايمة تانية اسمها انترناشنال وفيه ايمة تانية اسمها دومستك اللي هي امريكا بس وفيه ايمة تانية اسمها الريليس الاول فقط وفيه ايمة تانية اسمها profitable وفيه ايمة تالتة اسمها adjusted for inflation فلا دي بس طبيعة الايمة دي فمنحسبش بقى ريليليس ولا الشغل ايه ايمة تانية كانوا دول محسوبين معنا ان تايتانيك نزل في السينما كتير جدا نزل في ري دي ونزق عادي يعني كان في عمال بينزل كتير وافاتار برد بس هناخدها كعامل في الكلامنا لو شايفينه انا مظنش ان ايه عامل اول انا قولت حاجة جديرة بالذكر ممكن لا خلي بالك الدنيا براحتنا يعني ايه اقصال ايجاو في التع Pam achei انا نفسي شايف ان تايتانيك يكسب بالنسبان لي احسن بكثير من ايجاو في التعام والتعام كتاثير او كذكرات او كطفولة معي ايجو في التعام على فكرة من الافلام اللي انا بشوفه it was retated في عالم مارورو وبحبه جدا جدا وبشوف ألترو من أحسن الأشرار اللي جون فعلا مرفض بس تايتانيك بالنسبة لي كتأثير و مش هقول بدايات ليوناردو بدايات ليوناردو كتمثيل بالنسبة لي أسكاري و أنا بشوف أنا صغير اللي هو إزاي عمل كده و إزاي ما أقول لك أول ذكرى لي مع الأفلام كان تايتانيك و إحنا في العيلة بنتفرغ و بتاعوا لقيت كذا حد من أهلي و آلتنا بيعياته و هم بيتفرغوا على المشهد الأخير في الفيلم مش عايزة أحرق بس تايتانيك بالنسبة لي يكسب إيجي في أولترون لو كان قدام أي حاجة تانية من دول برضو كان يكسب أظن تايتانيك بالكمية الفلوس اللي عملها دي من الأفلام اللي ما ينفعش هتقول فيه مش عايزة أحرق لأنه عادي جدا ننتحرق لأنه تريبا كل العالم باتفرغ يعني نهاية الفيلم هو بموت لقيت ناس كبيرة بتعيط و أنا كنت مستغرب و كنت طفل قوي كنتش فاهم ليه بيعيطه انا بالنسبة لي صراحة ما بين ايجي فولترون تايتانك مع ان انا برضو من المدافعين لفيلم زي ايجي فولترون وعنده برضو مميزة في قلبي لو نتكلم من ناحية متعة متعة كاملة كده برضو هخلي تايتانك يكون اعلى منه ان في النقاش ده لا تايتانك واضح ان هو ليه الليد الواضحة جدا هنا الفيلم جزء تاني مش احسن فيلم من السلسلة اساسا انا عندي سؤال احنا بنقارن كاملين احسن من الموجودين من الفيلم الافضل انا شايف ان تايتانك افضل ايه البعته دي انا كنت فكر هنحسب بقى الفلوس كعامل برضو لا لا الفلوس ضمنت انه هما دول انه هما افضل 16 فيلم جروسنج على مستقل عالم خلص هما نالوا التكريم ده هنا احنا بنتكلم فيلم عندي سؤال لو شايلنا عامل الفلوس في تايتانك والترون مين افضل كفيلم تايتانك تايتانك وبعدين انت يعني عشان برضو ما نكونش مركزين في حتة الفلوس دي رقم 16 في الليستة دي عمل له بتاع مليار ونص فهو برضو لا هو عمل فلوس حلوة في الاشر فلوهو فلوس فلوس محترمة جدا طيب هو على ما يبدو في الموتش دا هو تايتانك فاز وانا عندي انا مش متحيز الواحد فيهم على حساب الاخر لان انا عندي اسباب تخليني احب تايتانك وعندي اسباب تخليني اكره تايتانك لان نفس الاسباب اللي انت قلتها بس من المنظور السلبي بقى خنقونا يا جدع احنا تنفخنا تايتانك سنة لما صدر دي 97-98-99 دول خلاص عمل يناردو دي كابرو ديوات بقى مفهوم الشباب وانت عشان تبقى فاهم 98 دا انا تانية جامعة تالتة جامعة فاهم فيعني انا 97 اولى جامعة تانية جامعة في الحتة دي فبرضو الشاب بقى وعايز عايش الدوره وبتاعه وفجأة كل البنات بتوع الكوكب رسموا الصورة بتاعة الشاب اللي في الحياة اوه يعني اسباب شخصية مش شخصية جدا طب يا جماعة لا الاجيال اللي قبل كده كان فيه شوية حاجات اللي واحب بيعرف يبقى معها شوية لكن ليونردو دا هنعمل معاه ايه طب الجيل بتاعه مثلا يعمل ايما واحد زي تمي تي شرلمين دلوقت ولا حاجة لا انا اسف انا است ولا حاجة جامبليو ناردو اوكي منتقي منتقي انا الطب تلك العرسة اللي معرفش من جامبليو ناردو عايب عليك بص اللي ناردو دلوقتي المكانة شكلها عامل ازاي بس هو اخد صمع وحشة اوفو هو اخد صمع وحشة بسبب اللي عمله من ساعتها هو هو ساعتها ابتدى يجزب انظار البناتها عند واحد وعشرين اتنون وعشرين هم كبروا وهو فضل زي ما هو حصل فلا انا اتنفخت منها كاغنية وبعدين انا كان عندي حالة عداء اتجاه تايتانيك في السنة اللي طلع فيها لان في رأيي على فكر تايتانيك كان في الاوسكر بيتنافس مع جودو الهانتنج فانا في تقدير جودو الهانتنج فيلم افضل بكتير مش بحب اصغير يعني وقعدت قصاد عيني شايفه وهو بياخد منه كل الاسكرات اللي جودو الهانتنج استحقها الحمد لله بس ان جودو الهانتنج طلع بالسكريم كلاي والسابورتنج اكتر فالموضوع كان مدين شويتين انا عندي تقدير استثنائي الاجوب الترانيك كلمنا فيه اكتر من كده بس على قيمة الفيلم بشكل مستقل انا لا اعترض اطلاقا على ان تايتانك فيلم افضل من افضل طبعا افاتار الاول قصاد سبايدر مان نوي هوم واو واو اوكي اوكي لا الموضوع بها اسخن من اللي انا كنت متخيل انا انا شايف ان الاول مش سهلة ايه فيلم سبايدر مان نوي هوم من الافلام اللي مؤخرا لما رجعت ازورها اكتشفت ان الهايب اللي كان حاصل وقت نزول الفيلم ده كان عامل بيساعد جدا في رؤيتي للفيلم واستمتاعي بالفيلم ده ودي حاجة انا ما اقدرش ينكرها دلوقتي لما نرجع نبص على فيلم زي سبايدر مان نوي هوم مرة تانية بعد ما نرجع نزوره يعني بعد كم من سنة لقى في حاجات كتيرة تقلل من الفيلم حاجات صغرات قد كده موجودة في القصة حتى حاجات بسيطة في العادي ما تضايقش المشاهد هتضايقك في الفيلم ده لما راحوا للشقة بتاعت هابي هوجن تمام والليزرد السبب ما فضل موجود في الشاحنة تحت ليه ده حاصل وروح بقى للحاجة الأساسية للفيلم ده مبني عليها رحلة سبايدر مان في انه يساعد الأشرار دول قبل ما يرجعهم طب برضه فيه بلاط هول بنت 30 احنا بنجاوبهاش لما يرجعوا الزمن بتاعهم اللي هو المفروض مصيرهم ان هم يموتوا هل علشان بقوا الناس كويسة مش هيموتوا الحاجة مهمة زي دي للقصة حلها مش موجود ولو شلنا نظارات النوستالجا من الفيلم ده لو شلنا ان ويلم دي فو هو اللي رجع لو شلنا ان توبي ميجواير هو اللي رجع وشلنا ان اندرو جوفيد هو اللي رجع لو شلنا بس النظارة دي وعملنا الفيلم زي ما هو فيه صفرات كتيرة موجودة ولكن معده برضه معده برضه انا بقول بعترف ان بالضبط يعني اصاد ده الفان سيربس لا موجودة وانا مستمتع وعلى رأي اسمه هي كريس تاكمن بيقولك لو من ناحية فان سيربس تمام انا فان سيربس مي اديني سيربس فيش اي مشكلة وانا استمتعت بالموضوع بس برضه مادرش انكر لما رجع تصدوره مرة تانية الحاجات دي مع الوقت لقبت ما ينفعش اشيل نظارة النستالجة لان الفيلم اصلا باية نفسه على ان هو كده انت امام يعني هو الفيلم من الاول اللي هيب عليه سنة كاملة ولا سنتين عشان النستالجة عشان اكتلات سبايدر مان هيطلع مع بعض فمستحيل اشيل ده يعني الناس هتتغطر عن اي حاجة الا النستالج يعني اذا الفيلم ده انا ما قدش فيه قدم لك احسن قصة بس ما طلقش فيه تلات سبايدر مان كان فشل فشل زريع يعني بس انا شايف ان النستالجة هي اهم انصر وبالنسبة لي هو هو الفيلم اللي ممكن يوصف تحت المبدأ العالمي هو خاطر بحاجات كتير او لان لو الناس كانت ادخلت الفيلم ده زي ما انت قلت تعبير اللي انت قلته بالظبط قلع نظارة النستالجة كان وشايفه عوار بكل تأكيد بس احنا طلعنا من اول فيلم اول ريفيو روح بص على اول ريفيو بتاعت كل الناس بما فيهم احنا كنت شايف بعض المشاكل بس متناقشتش فيها يعني انا انا مشوفتش ناس على واشك انها تعمل الموجة المكسيكية في السينما يعني انا عملي مشوفت حاجة زي كده في حياتي فبس اه كانوا ننزلوا منه نسخة تانية في السينما ورح تتفرقت عليها مش منعوايبي خالص بس اه كانت التالية العيوب تظهر اكتر واكتر بما فيها استسهال في امور تانية زي الكترو من الواضح ان جيمي فوكسر بقول لكم ايه انا لا حعمل مكياج ولا حقعد لسي جي اي ولا حلم الشخصية بتاعت ساند مان الشخصية بتاعت ساند مان واضح ان ايه شو هورند ان في الاخر والريووس للفوتج بتاعت الراجل اللي عمل شخصية ساند مان في سبايدر مان تري فالهو حاجة زي كده في العادي مش هيتم مش هيتم مش هيتخفر في العادي بس علشان الفيلم ده عمل حاجات كتيره زي ما انت قلت كان فيه ريوردز كتيره في المقابل فالحاجات دي تعدد بس ده برضو ما يمدعش ان هو لا يزال فيلم جامد والفقه واحد يستمتع بوقت فيه بس اصاد افاتار بقى هنا هو الواحد دي يتجنن شوي لان افاتار رقم واحد ورقم واحد من ناحية الفلوس ورقم واحد من ناحية اتشيف منتس كتير هو عملها بس زي فاني انوف لا خلينا اقول نظر هذا هو ما عرف تري دي في العالم بس خليه كلمه بقى فاني انوف لو انا كلم من ناحية القصة برضو فافاتار برضو تفضل القصة فحته بايسيك بس من غير هولز من غير هولز كبيرة انا بالنسبة لي الفيلم اللي انا خرجت منه مستمتع اكتر او حبيته اكتر سبايدر مان بكتير تقنيا افاتار احسن في كل حاجة حتى سي جي اي افاتار بالنسبة لي 2009 احسن من سبايدر مان بكتير بس انا سبايدر مان الهايب اللي عليها انا عدت سنة كاملة كل يوم فيديو بسبايدر مان مستحيل اختار حاجة يعني تخيل ان الناس كانت حرفين قناطي يوتيوب اتبنى على سبايدر مان يعني انا لما عملت يوتيوب ما كانش حد يتفرج اول ما عملت تحليل اعلان سبايدر مان ده اعلى فيديو لغاية دلوقتي جاي بريتش عندي اعلان ما بالك بالفيلم فانا مش هايز برضو اخش في الجانب الشخصي انه هو عمل بالنسبة لي كان حاجة كويسة في المحتوى كده بس كفيلم لا انا هقول ان افطار احسن بكتير بس كاستمتاء او انا خرجت منه حاسس بالنستالجة وحاسس اللي انا مبسوط وانا بتفرج اوي كان سبايدر مان والهايب اللي كان في السينما يعني ممكن انت كده محسن انتهاش يعني انا ما شفتش لانا لما تقول ان فيه فيلم على مستوى المتعة اكتر فالمتعة عمل مهمة ما يفعش اطلعها من الصورة مش هك منك قلت ان افطار فيلم افضل يبقى موضوعه خلص أوانا بالنسبالي كافتار يعني لو كارند بالنسبالي كه عبدالرحمن منظور شخصي اوي سبايدر مان بس لو كلمنا ك المين يتكفيلم افضل افطار اشاف الان افطار كcke Mcت اور الآن المميزات الايب افطار ك கança افضل كبطل لا مش افضل جاك صولي مش افضل من توم هولند او من سبايدر مان كآية تانية ككتابة بازك انهم وايم혀 ياغدك قوي يعني مفهومش حاجات مميزة كسيناريو احوار برضو مفهومش حاجات مميزة هو بص هو افاتار بيزيك سبايدر مان نويهوم اهضل كنهية يا لأ لو حتكلمني على الستوري لاين لا هو فيه شوية هضل في الموضوع يعني الاشرار جوم بس انا مش عايزين لما هوت الاشرار عامل زي ما يكون البيكة لو كان فيه بس تبرير واضح سنة كمان على اللي هو كافيلن طيب ونقطة انطلاق حبكة اصلا انا افتكرت دلوقتي انا كانت مشكلتي الاسيارة من ساعة الترييلر نقطة انطلاق الحبكة بتاعت نويهوم ان الواضي الصغير مش عارّف يسكوت شوية الغالية لما الواضي يخلص الاسبيل او ما كانوش عارفين يقعدوا على التربيزة دا ديه زي ينا كده يتفقوا على الاسبيل قبلي ما ينفذوا وفينا اليان دولتهمس الطريقة غريئة فـ المهمة ايه انا عمل ليكت كلام دا كله انا مش مخرر حتى الان انا مش عارف أنا بالنسبة لي دماغي بتقول لأ الأفطار متأكي أكتر هو يكون الفائز بس برد عالمي عامل المتعة هنتكلم عن حاجات الوحشة اللي موجودة في سبوترمان نوي هوم اللي دلوقتي قادرين نشوفها بس برد هتروح من ناحية المتعة عند أفطار تشوف الفيلين الفيلين وان ديمانشنال جدا تشوف الدافع أو المحرك بتاع القصة اللي وانكلم بقى من ناحية ككتابة أفضل إنه في أفطار حرفياً اسم العنصر أنبتيني فهو ما تعبوش بجد في سبب الحتة دي وكمان زي ما قلت بيسيك في السرد بتاع الحتة دي والدوافع بتاع الشخصيات وانا بالنسبة لي كشرير جرين جوبلين كان أفضل من الشرير بتاع ذي طريق أنا بحشة جرين جوبلين بحشة هل نظرات مستلجية أم لا؟ لا مش نستلجية الممثل وليام دي فورد ما ورده وليم فوق نظراته سرده و أعمل دور قرافي وهو أنا أحس أنه كان شايل فيلم معه مش شايل يعني كان موازن قوي عنصر الشر يعني ما بين كل الأشهر الستة هو جرين جوبلين اللي كان خاطف الأنظار بالذات المعركة اللي عملها معه هولا في المبنى يا ديني لا لا بالنسبة لي سبايدر مان بصراحة أوه أنت أخيراً وصلت الهوت آه خلاص سبايدر مان سبايدر مان ممان أنا وانا بشوف الفيلم دا كنت بني أدم وانا بشوف الفيلم دا كنت بني أدم تاني خالص آه بس أفاتار حتى مع على فكرة يعني لو لو حنتكلم على أن سبايدر مان عمل شوية فان سورفس ألمنس وحاجات بالطريقة دا أفاتار عمل دا في الزمن وبطريقته بالمفردات بتاعته والناس كلها خرجت من السلمان تمنحها حتى الإحساس بأن هي قصة بيزك أو بلوت معتادة بس هي مستخبية ورا حاجات مختلفة مكتش ببالنا سعيدة نفس الفكرة بالزبط يعني بداية التفكير في أن أنا تفرجتها على قصة بسيطة لا 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 إحنا كلنا طرعين من أضطار في السينما لما شفناها أول مرة أنا شفت ملحمة ملحمة جبارة استثنائية ملعاش حل على جميع المفردات هو أفاتار أول فيلم ثري دي في العالم؟ لا 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 تاريخي ثري دي عمتد لما قبل السينما شخصي ما لقيت الثورة اللي عملها؟ عمش فاهم مش فاهم أروادي مكتش وضمها مع فيلم بوكس أوفيس هيت يعني قبلها الأفلام الثري دي عادة سكريمينجز ضيئة شاشات قليلة ما كانتش حاجات جامدة بتاع ملاهي وبتاع وحاجات بطريقة دي رغم من التاريخ ما كنت بحثت في الموضوع دوات فترة مليان أفلام مهمة اتعمل منها تري دي بس لما تجد الكلمة على مستوى التوزيع والتأثير لا تقارب لا يمكن مقارنة بأفاتار بس أفاتار ده الفيلم اللي نازل كل السينماات هتقلب تري دي يوه العادل كل الناس هتطفل حلم كل الفينوس اللي في الدول هل ده اللي لا يجيب الرقم ده؟ طبعا أكيد وتأثيره في الصناعة مرس موجود لحد دلوقتي يعني فيلم بعده من النوع هم كان نازل تري دي برضه لماذا؟ علشان الموجة اللي بدأها أفاتار من البداية أنا أفلام سوية النوع منها مش بتحسوا معلش خالد الموضوعين مش بتحسوا انتوا بتدادوا الزهاء شوية منها؟ أو مالهاش لازم أقول أنا كنت بتدادوا الزهاء منها جدا لأن خلي بالك هم فترة من الفترات ما كانتش بتتعامل بقصد إبهار المشاهد قد ما كان لها غرض واحد بس ناس كتير ما تعرفوهش لأو حاجة تانية كمان إنها ما تتسرقش كانوا بيعملوا الأفلام تري دي علشان أنت لو مسك هندي كام ولا موبايل مش يطرف تسرقها وانت موجود في السنة فبعد فترة كنت خلاص بتريت هذا الزهاء وبعدين دلوقتي هي بقت رؤية مخرج إلى حد كبير أنا عاوز أعمل فيلم تري دي لإني حعمل شوت بطريقة معينة وهستخدم بطريقة معينة فبقيت دلوقتي ممكن تحكم عليها تقول هنا الاستخدام بتاع تري دي كان ليه لازمة أو مالوش لازمة بس فترة من فترة كنتموضة طبعا وزيئت منها جدا دلوقتي إذا أعملها أنا ببعيدش أتفرج على الأفلام تري دي كتير ببعيدش أفضلها دلوقتي أنا لو رايح السنة ولقيت الفيلم مش تري دي بمبسط بالضبط هو لو الفيلم من البداية المخرج عارقة وقاية إنه هو عايز يعمل الفيلم ده للتري دي بتجربة التري دي فلا هتفرج عايز يعمل مخرج عاوز إنما لو هو محطوط كأد آن كجيميك زيادة لا يعني أفلام زي أفنجرز الموجودة في القائمة، أفنجرز انفينيتي وور و أفنجرز انتجيم كانوا نازلين 3 دي برضو بس واضح إنهما ما كانوش بيتصوروا بالقصد إن هما يتشافوا 3 دي هما تحولوا 3 دي بعدها ما تصوروش 3 دي أيوه صح لأن سأل إن أنت تحول فيلم 3 دي وفي فرق بأن أنت تصور الفيلم 3 دي أصلا إيه فرق؟ لما تصور فيلم 3 دي نوع الكاميرات زيط نفسها اللي أنت بتصور بيها بتختلف والكاميرات بتكون كاميرا واحدة بتكون كاميرتال تاخد في المقايرات ربما أنت أحسس 3 دي غير بيظهر في الترجمة بس يعني نادران لما بحسش في تبروه مختلف نعم زي أنا لما بحب أفكر نفسي إن أنا أدفع على تذكار 3 دي روح شايل إن أتدرشها بالمقاير طيب الرجل قال بشكل واضح سبايدر مان نوي هوم وإنت حاولت تلمي كورة من لعبة بزور صح؟ ربا عليك اوه أفاتار استني cuisine اما عين لما يحضر قيدر من اللي عنه هوم لدي كامل كامل ا MAT elders وفيلم خرافي واحد Version كامل اعترام عنหนึك毛 لا 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 والله مش جاهد شيت عامي الست lite انا اما الايما بفاقتنا أنا طمي الحان ايام Bruno hoch انا هرجع وهناه القادر وإителей بعدما رأي حورة شوية سبايدر Schools أفضل من النووي هوم أ بدأ سبايدر TVs احنا دخلنا الايمة على اساس ان احنا متوسمين ان فيها الكثير من الزبالة ومع ذلك احنا طولنا في اول مطرين اجي المطرين بداية الامتلاق بتاع الزبالة ده لاين كينج انا مش هتوش عليها او ممش لازم تشوفه فاركت على نصه ازهق جراسيك وولد فيلم مش قويس اوي جراس بورد سيئ جدا برضه والله كان مش بط طب ايه السبب اللي دخلنا لاين كينج يجمع الفلوس ده علشان ريبوت علشان ريميك بس لايف اكشن بيونسي ارني بيونسي على اي حالك الموضوع وشالدش جامبينو موجود فيه وفيلم اصلا الانيميشن بتاعه ساعة ونص خللوا الفيلم لايف اكشن ساعتين وشوية وشالوا الاجمد الاغاني بس ما عليك ولا اللي سانية حسيتني عايز اخله او اشوف ايه اللي بيحصل جواه وانا دخلت افلام زبالة كتير وانا عارف ان اسبالة بس ده ما حاولتش سوبر ماريو بروز واحد من اجدد تاني اجدد والعدو في القائمة امام الفروزن 2 انيميشن قدام بعض فروزن 2 wollteady لاما فروزن الاولاني انا بحب اغاني لاما فروزن 2 لا ارى لاما فروزينвар انا بتاني افهم تاني انا ب�تش انا شفت فروزن تو شفته في البيت السبب اللي خلاني ما تفرجش على فروزن تو لان انا شفته حلب بالقصة لفروزن تو صح انت صح؟ معاود ان لا خلاني ما تفرجش سوبر ماريو مش حلب سوبر ماريو مش شفناهوش غير كده اغرف القلعية بتقريبا صح فاهم بس اما برضه ايه اه كده اكده النقاش انا مش مش حاجة امولينج لا لا انا مش بقول ان فروزن تو وحش انا بقول ان انا السبب اللي تعمل علشانه ما حاسسنيش لها متحمس اتفرج عليه بس ان هو اتحلب بس انا شفت فروزن الاول كان ايكوني اسطورة بالنسبالي وكانت منبهر حرفيات طيب لغاين لارت جو الكلام ده واتلاق دي حاجات ايكونيك يعني خلقت لتبقى في الزاكرة ايه سوبر ماريو بروز انا طلعت منه عندي تحفظات كتير مش قليلة اطلاقا وحسيت بملل كتير في الفيلم وحسيت ان هو مش بيحاول يكونكت للتشايلد اللي جواك هو بيحاول يكونكت مع التشايلد اللي معك يعني انت لو اخد معك عائل صغير هو بيحاول يكسبه ما بيحاولش يفكرك انت باللي انت كنت عايش فيه مش ده مش مش هام والاساسي بس طلعت منه بتلات اربع حاجات معقولين حلوين منهم جاك بلاك منهم سيت روجن وطلعت منهم بحاجة عبقرية حاسيت انها تكسب جاك بلاك كام باوزر الشخصية بتاعة النجمة العدمية اللي فرحانة معها هتموت وسعيدة بتغربها انا شايف ان دي حاجة على مستوى فلسفي من ارواح ما يمكن انا اكسب سوبر ماريو انت عاوزت تكسب فروزن دي مش عايز تكسب فروزن على قد ما انا بحب الاغنية دي قوي ومدام احنا جبنا سيرة فروزن عشان هيطلع بها دلوقتي احكي وقاعة سريعة جدا اول مرة قابلت فيها استاذ محمود مهدي كانت اغنية لاتت جو شغال واو وانا فاكر ده لحد الوقت عشان انا غنيت معها انا غنيت سمودة مع لاتت جو فاتا ارح تبصيصي كده وترح ترح 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 تحيبش الاغنية وسيه وتغنيش مبهة قالتلي لا بساعة لما كنا رايحين الكوركينج اسبيس اللي صورنا فيها الفيلم القصير اء اي او انا زيبتك بالعربية بالزرط اي اي او 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 وو انا كرا واخترة جبارة واخترة بديد من أربع اخمس سنوى لانا بعدين زبال من شواه حلويا كده انوى بس لا خلاص باربي وافينجرز انفينيتي وور سؤالي بقى اللي انتوا اي رأيكوبها انا بحب لباربي جدا يا راجل بعيدا عن الاجندة النسوية حلبت الاجندة النسوية حلبتها حلب كل ما حسنا زهقان ومش لاقي محتوى النسويات دول دمرون ايه النسوية ايه النسوية لا انا حلبتها جامد بس انا بالنسبة لي للفيلم ده بصيت عليه بمنظور عادي لنوع ما او موضوعي وتلاقيت ان باربي بيقدم زي ما تقول كده افكار مش نسوية قوي او مزاي ما الناس حابة تقصموا بيها وعجبني بس قدام افنجرز انفينيتي وور اكيد افنجرز انفينيتي وور انا بالنسبة لي دي ده احسن فيلم شفته المارفل في حياتي جاي جاي كان امرأ كان امرأ انت يراك في باربي انا عجبني باربي عجبني الاليمنتس اللي مفيش حد تتكلم فيها على باربي ولا ركز فيها اطلاق زي من ارواع ما يمكن يعني احنا اطلاقنا عاملين نتكلم انا داخل باربي علشان اشوف الاجنده بتقول ايه وانا داخل اوبنهايمر علشان التجربة البصيرية بتاعت السبعين مليمتر والبتاع التجربة البصيرية بتاعت باربي اجمد من اوبنهايمر مليمتر بره مثلا رأي شخصية البردوكشن ديزاين الارد ديركشن الكوستشومز الميوزيكال ممبرز والله دي اللي انا بتكلم عليها كتير بيشكل ممبر جميلة جدا الوزلينج هتيني امجي اسكن خروبية اولا تقريبا هيترشح لأوسكار تفتكروه مش عاد هيترشح بشوئة حاجات اكيد لا في الفيلم ده انت تتكلم عن رايين جوزلين بتحديد انا رشح والله خلي بالك احنا لسه من راش occupyتكسان فيها اه الروبرد دوني جونير برضه عمل الادا اولا انر 굉장ف ان روبرد دوني جونير ليدنق مش سببورتنج بس انا عارف ان هو ستراشح سببورتنج لو تراشح بس ما بينه وبما بين راين جوزلنج مش شايفها سهلة انا بسم روبرد دوني جونير بس مش شايفها سهلة هو عنه رولد الكميدي بتاع التبايربي دا تاني مرة راين جوزلنج بيجو الان في عمل في ده نايز جايز والولد عنده ل revised اكتر من اللي لازم اقول لك يا جماعة ولا فيه ميسج زولة بتاع وهي المشكلة مش لا اختلافي او اتفاقي معها انا مشكلتي معها انها ماشية في كل اللي تجاتل في الدنيا هي عاملة زي ما تكون كورة ليزر كده وبعدين رحوا شايلين الكافر بتاعها فرحة تنهورة في كل حتة شوية الستات في الخمسينات الستات في الستينات الستات النهاردة بار بتأثيرها ايجابي بار بتأثيرها سلبي الرجالة مظلمين الرجالة ظلمين احنا في باترياركي احنا في مجتمع الرجالة معرشمين مهم انك في كل مرة بتمسك ميسج من دول كل كلام محترم انا انا توهمت بالحتة اللي كانوا بيحرروا فيها مخاخ الستات من الموضوع ده وبقوا بيدوا للرجال اللي هم عاوزينه احكيلي على فجات فاضر اه لا 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 دي واقعي انا توهمتوا وفيه اللي بتقول انا مرة واحدة بقيت مهتمة بالسنيدر كاتل اه اه بتوجع هنا بتوجع هنا من ودي حاجة ضيقتني صراحة لان الكتابة للرجالة معلش اسم غير الوقت كنابا الكتابة للرجالة في الفيلم ده كانت نوعا ما جيدة والكتابة للنساء في الفيلم ده كانت جيدة بس الدايين هم لقى كتبوا كام راجل في الفيلم ده بشكل محترم بشكل حلو جدا يعني لو كان الأدوار معكوسة مظلنش أن نفس الشيء كان يحصل وربما ده يكون بلس أنا مش شايف كتب أي راجل في الفيلم ده حقا مين الراجل اللي كتب حدث الفيلم؟ أنا أتكلم من وجهة نظر الشخصية ذات نفسها لما يكون شايلدش كده أنا فاهم جدا شايلدش كده هو دي النقطة لما تيجي تتكلم على زاوية معينة في شخصية معينة في سيكونس معينة حلوة الراجل اللي فرح قوي أن المراته أو أن الست اللي جنبه محتاجة بتاعته بقت حمامة وديعة جنبه ده 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 situation أو صفة معينة في الرجالة موجودة خلينا أنا فاهمك بقى وقول كذا كذا صفة حلوة على وحشة وبرضو ده يعتمد على الموقف والعلاقة دي بقى مشكلتي دي بقى مشكلتي هي في كل حتة لما تيجي تحاول تطلع بتيكاوت معينة من الفيلم ما تلاقيش بدليل النواف الأخر لما يجيه يقولك إيه بقى الكونكلوجين الكونكلوجين أن باربي النهاردة مش عارفة مكانها في العالم أحي هو ده اللي انت بتبنيله أنا مش أخطوهش يعني أنا عشت معاك الفيلم كله وما أدربتش أنك بتبني لده أساسا أنا عندي سؤال واحد لما دخلت في آخر الفيلم حلق يعني الناس المتفرويتش في آخر الفيلم خلص دخلت مستشفى أو عيادة للنساء والتوليد إيه إن ما تفهمتش يعني إيه؟ عشان شي زريل ومنام عشان اتعامل سيطب للحتة دي في نصف الفيلم إن هي ما عندهاش نعم دخلت العالم الحقيقي أنا بالوقت سيته قوية وقدرة أتحدى المجتمع وقدرة معرفش مين بس هتفضل طول عمرها المتد بالأحياء هتفضل طول عمرها المتد بالبيولوجي اللي بيعطل كل الستات الإفكدونية من الأكل اه معتقدش أنها رسالة قوي بس حلوة ما دايقتنيش يعني لكن أنا زي ما بقولك مشكلتي رسائل في كل حتة وحتى موضوع البورتريل بتاع الشخصيات أنا مختلف مع الناس مع الرأي الأغلب في النقطة دي شوية إن كل الناس عملت قول ده تمثيل الرجالة يا جماعة مش تمثيل الرجالة تمثيل اللي كان للضل باربي اللي هم عنين يكلموا عليه هداية الضل مش الستات صح هو بيتكلم على قيمة تاريخية بتاعت الضل حتى لما بيقولك اللاين العظيم وأنا طبعا ما بنفيش إن هو أكيد لينعكسات أنا مش يعني مش سطحي لهذه الدرجة She's everything and he's just came ده جوة توي وورد مش قصده يقول إن كل الرجالة حاجة واحدة والستات هما لكل الأنواع وأجمل المخلوقات لا هما لما عملوا باربي عملوها كده إن الفيلم عن باربي أجزاء عايز كيني بقى مهم قوي جنب كين مش حسين مساعدة بيخدم البطلة هي البطلة ماينفعش تقيس الفيلم وتقول كين تظلم وكين اللي دايقني بس حتة تمثيل الرجالة في الفيلم كلهم وحشين يعني مش ده من أموذج للرجل كنز هم مش رجال هم كنز والحتة دي ليه اللي فعط لما أقول لك مثلا إن الكتابة كانت جيدة في الجزء ده الكن أقول لك ده بيبين إن في الحتة اللي تشايلدش اللي عايز يوريها دي وهو مثلا بيقول آه طب تعالي بقى فهمك مش عارفينه الكلام ده نافع للسيتيوشن ده بس مثلا شخصية زي ويل فارل طول الفيلم شخصية سيئة جدا وأنا معاك إن كتابتها سيئة بشكل مش طبيعي ومش منطقي للسيتيوشن اللي هي موجودة فيه صح معاين دلوقتي احنا طلعنا برا العالم بتاع باربي محبوض إن احنا بتاع العالم الحقيقي وده الرئيس بتاع متل ولا اسم الشركة ده مكتوب بشكل سيئ سيئ بشكل طبيعي حتى كان في الاخر كان محتاج فاليديشن عشان يبقى نفسه كان محتاج إن باربي تقوله خليك نفسك عشان تبقى نفسك بس لا أظن ده بتعمل لها الـ في الاخر اللي هو فالتشيرت إن نفسه أمكي نفسه وبتاع قل له خلاص أنا مش محتاج منك أي حاجة وربما دي النظر أمش مصدق إن إحنا عادنا كله ده نتكلم على باربي ايوى مش مش هلتكلم عنه تيه بس أظن دي كان جزء الناس كتير تختلف معا ان مثلا ممكن تاخد ان الـ بتاع الفيلم بتاع باربي إن الـ الست مش محتاج الراجل ولا الراجل محتاج الست وهنا هو ممكن نختلف بس برضو نرجع للنقطة اللي انت بتاع هل دي بقى فعلا الرسالة عايزين يوصلوها الرسالة عايزين يوصلوها إن علشان يكونوا مع بعض الدنيا هتكون مش حلو بسمه ب بسمه بسمهم بس Viele بس توقل حين أود يقول الجملة نخلقotti أن فلم باربي لو انت راجل مش هتستمتع فيه لو تفرجت فيه الواح력 لو لو حتك هتفرج فالص having said but if you're التفرج عليه مع شلة كبيرة أو بتفرج عليه مع خطبتك مع واسمتبس مع أمراتك شرح بأ全ك هتستمتعع به فقال بحس هذا الفترة دي حاجة مصير على وجهة شوية بحس إن الفترة دي في الاتجاهة العربي عموما أو الفانز عندك ما يعرف لو انتُوا لك بيحس! إن أي فيلم بطولة نسائية فاتج حاول علىłość على قد ما أ omnip ik لا في افلام بطولة نسايا حلوة. جدا. جدا يعني. ومن فجل التاريخ يعني. اه. بص حضرتك وراك في هنا. معيني مساهم في الحوار ده. شايف دي مين? دي ميرل ستريب. دي من السبعينيات بتعمل افلام نساوية من بطولة امرأة في كل المواقف الضعيفة والقوية التي ممكن انت تخيلها في الدنيا. وعمر ما حد وقف قدام فيلم من بطولتها وقال لك ايه رسالة من نساوية لحنا نفرج عليها دي. دي ست اللي عملت شخصيا. ممكن عشان اجندة دلوقتي بقت مقحامة اول فالناس مبقيتش يتفرق ما بين الافلام الحلوة واللي فيها نساوية بجد او اللي بيع رسالة بجد. ميب. ميب. علشان هو ده الموضوع الجدلي اللي قايم. خلي بالك دي ست اتخذت يعني راحت في اتجاه وحش اول. ده موضوع تاني لوقتي تاني. لا لا مش هلوة يعني. ان احنا متباتل في القراءة. بالضبط بس انا ارى ان كتير من منها بتكون حاجة لها دعوة. بتحصل في هوليوود وفي امريكا احنا كناس بتفرج على الافلام. المفروض اصلا ان احنا ملناش دعوة بالكارشورور اللي عمالة تحصلين ليها دعوة بسياسات والبلو بارتي والريد بارتي والريبوبليكنز والليبرالز دور من يتخنقوا بحاجة معينة ودور عايزين يبينوا ولاقهم مع دول مع دول مع دول. ففي الليلة دي كلها ان شافت انت زياد تراحل معك ان انت تبص تشوف هل ده يتماشى مع اخلاقك وما بدأك وتريح معه ده. في اطفال ما بتشوفش ده. فلازم تقعد بقى تفصصتهم كل فيلم وتقولهم ده يتماشى وده ما يتماشى وما ينفعش نعدي دي وما ينفعش. يعني فيلم سبيدر من انتو سبيدر فرسيت منع عشان جملة مكتوبة على الحيط. لو انت قبلت الجملة دي وتعرض عندك الناس هتتدايق. بس في اطفال هاي يقولك دي جملة هدية. فهما بيقولك الوهم. اللي هو بيقولك ايه. هنخليك تقبلنا بس واحدة بالتدريج. هنخليك جملة في صورة ومش عارف شخصية في بتاعها. فانا ازهيت من المحتوى الاجنبي اللي باين على الاجندة. بس تتكلم في الموضوعين مختلفين عن بعض بشكل واضح. هو يعني فكرة الاجندة النسوية وتأثيرها على الثقافة العامة. الاجندة عموما ليه بفي اجندة. ده طول عمل. ده كل اي عمل فني بي اجندة. اي عمل فني. مش عمل فني وبس طول عمر الحياة فيها اجندات. بس بقيت اوفر. الحياة طول عمرها اجندات. انت ممكن تقعد تبص يعني هي الفكرة بس عبد الرحمن ان احنا دايما جوه اللحظة. انت لو طلعت بره اللحظة او عمرك سبق بيها شوية ورجعت بسيط عليها تقول ايه الهاتل ده. انا احنا عادنا التمينات والتسعينات كلها امريكا وروسيا. حاصل. واغلب الناس مش اخدا بالها امه اجندة. وان احنا عاملين نبعه في رساية المعينة. عادنا فترة طويلة جدا رأس مالية تجاهد ضد شوية. بس امريكا تقبل دول ولازم تقبل. انها مش تزجز انت مكنتش في وقتها. ودول دطد عداتي دطد ديني دد كل حاجة. فالليه لقبالهم؟ انا مش عايز اقبالهم. طيب تحدث بتكلم عن السويه ولا بتحدث عن انهي اجندة بتاعت الهوموسيكش والامور ال زي. بالتحجيد. زي اجندا في الدنيا. هيجيلها الوقت بتاعها. هيبقى لها مؤيدين حتى ولع الدنيا دول حيتراحوا وجهة نظرهم. ودول حيتراوجوا وجهة نظرهم. دول حيستخدموا العمل الفنية. ودول وحنطلع بالنتيجة أن البني قدمين في الأغلب لا يغيروا تفكيرهم ولا يغيروا أراءهم ولا يغيروا التجاهل واللي كان كده فضل كده واللي كان كده فضل كده والحياة جوزان باربي هي مفيدة يلا بان! باربي حينبوو فهنا اخرج ويطلع? لا! لأ! لا! خلال! انطلع باربي? ياس! اه! أنا باربي طلع باسم اللي حما رحين افاتر دا ويا بووتر ضد الله يلا بأحمود باربي افطر دا ويا بغير الموضوع افنجرز ضد افاتر دا ويا بووتر اوكي اوكي افصول افنجرز 2012 اول فلم يحط السوبرهيروز من دا الفلم اللي فاز معنا بجائزة افضل فلمة في تاريخ حلم مارزو انا بصراحة الحلقة دي كنت تبقى هل تمتصرخ؟ انا بنعمل الحلقات ديات عشان كده ده بيبقى هدفنا انت كان اي رأيك في أفاتر ويف واتر دواتل لما اخذ فترة كده عشان يتطبخ بعد بعد ما مشوفته كده تقدر تقول لي اسم ولاد جيك صلي ايه؟ لا الواد سبايدر لا مش الهيومن طبعا انا حافظ التانيين ليه انا مالا انا مش فاكر عمتلك كده كده اولاد جيك صلي كان نسمي يعني افانجرز هموبر؟ لا افاتر اعظم تجربة بصرية شفتها السنية دي تقريبا ومن اعظم الافلام اللي انا استمتعت بها كانت تجربة بصرية ده افاتر اكتر من افاتر بجزء الاول بكتير متحمس للاجزاء اللي جاية تجربة افاتر وسينما وسريدي وايماكس وكله عجبيتك التجربة بتاعت باندورا اه العلم البحري ده طب السكور بتاع افانجرز اول مرة يتلاعب المشهد التراك اللي بيجيب الخامسة بالنسبة لي من اكتر الافلام الوفال رايتد اصلا مش عالف ازاي انتو كسبتوه ده افانجرز الاصلي انا شايفه كبداية اتبنى عليه حاجات حلوة بس كفيلم اللي انا اقول عليه افضل فيلم في مارفل لا انا انا اقل مين احسن فيلين كان موجود في عالم مارفل السينيبات وبعد ايه لوكي لا مش لوكي بالنسبة لي اولتروب الصراح بيورف دي اراء ضريفة جدا من حضرتك والله عمي ما لوكي انش عارف انا حاس ان اخذ هايب زيادة اول برضه يعني انش عارف انا رأيي ان افانجرز لوكي هو الوحيد اللي لسه عايش منهم لغاية درو بس ومش لسه بيستخدموه كفيلين علشان يجيبوا منه فلوس ما تحطوه تحت المسلسل يحمل اسمه عشان يجيب لغاية بالطول الغاية المسلسل بت spatial الان اسم السلمائي في عالم افضل مسلسل بتاع المسلسل يا حضوتة باعضاء كان اداء بفصولZZ شيخش يعني لذلك اقتلعه افضاء فيها والاقاية افنجرس حرام عليك الفيلم بيبدأ بينتهي انا مش عايز اقول اراب مو اي معادية بس انا افنجرس بالنسبة لي تقييمه ستة ونصف الانجرس انا كنت بيديله كلام كنت بيديله لا تايلة بساعتها ما كنتش لسه بريديو بس لو حدينه لا ما يقلش عن تاسعة طبعا لا انا بالنسبة لي ايجو في الترون احسن مني كل افلام مارفل لا مش كل افلام هو ما تفهميش غلط انا من الناس انا عارف ان ده القعدة او الخرصانة اللي تبنت عليها يعني كلمة اللي ابطال كونومي يجمعوا في الوحي دي ما شفتاش من كده غير في الفيلم ده ودي حاجة انا تحترم وتقدر بس كفيلم مقارنة مع باقي افلام الافنجرس لا هو قال لهم بالنسبة لي قال له واحد فيهم بكتير بفرق يعني بالنسبة لي كابتن امريكا سيفن وور احسن من افنجرس افنجرس دي افنجرس زي ما انت قلت كده هو الفونديشن اللي تبنى عليها كل حاجة يحترم بس في افنجرس افنجرس بعد كده افنجرس شخصيا مبني على كتير من اللي تم تقديمه في الافلام السابقة بما فيها الفيلان بتاعه دي ما كانتش اوه يعني نهوك اي ما اجبنيش في الفيلم بلاكويدو ما حاسيتش انها قوية اوي ايرون مان حبيته هولك ما حبيتهوش طيب افكرك بقى ان البينتريشن او الافضلية اللي خدها الفيلان بتاعنا اللي هو لوكي على الفريق بتاعنا كانت الادار رئيسية بتاعتها هوكا اذا فهو ما كانش متفرج هو ما كانش كومبارس ده بيمثل نقطتين تحول لما خرج لما تم التأثير عليه واصبح تيم لوكي وعودته صاحب تحولين من اقوى ما يمكن في احمد الفيلان والتحول التاني الادار رئيسية اللي ساعدت فيها هي بلاكويدو هو مش واحد واقف يعمل كده وخلاص العلاقة بينهم هما الاثنين واللي تبان عليها حاجات كتير جدا الكلايماكس بتاع ها أنت جيم في النهاية انا بكره هوكا كشخصية وككل حاجة ككتابة كشخصية كممثل ككله بكره هوكراهية لا لا ده معليش كممثل ما بتحبش الميدينتر بحبوش كممثل ليه بحيث ممثل موهوب باع نفسه على المارفل حقيا في شخصية مالهاش لازمة وعدون يفرق فئة عن الباقي هم وعدون انه هيبقى ايرون مان ما بقاش ايرون مان فاكتفى بدور الكمبيرس ده خالص صوت العمر هوك هاي من البداية للنهاية لا بس هم بتدول عنصر البشري ده قالوا انت هتقابة زي ايرون مان لها حتة اللي انت بطل بشري وسط الخارقين هتوصل لليفل ايرون مان مع الوقت يعني هتبتدي مع الابنجرز الارك بتاعه وصولا بإنت جيم الارك ده مش منطقي الارونين منطقي بس حلو عجبني هو منطقي بس كشخصية عجباني او بالنسبة لي بفضله انا حبيتوش في ايج ووالترون بما انك اولا ما بحترم فيك جدا انك بتحب ايج ووالترون لان تقريبا انهم ناس قليلين في العالم اللي بحترمين هذا الفيلم هوكاي في ايج ووالترون والعلاقة اللي ما بينه وبين كويكسيلفر تقول احداث الفيلم لا العلاقة اللي ما بينهم بحس باشا ده انت لو تسمح لي لحظة موت كويكسيلفر هي اكتر لحظة ايموشنال فعلا مرضي بما فيها لحظة موت اولا بس انا حسيت انها بتبني ان عشان يموت في الاخر اللاطات اللي جمعيتوا ما بينه ما بين كويكسيلفر ما كانش كبيرة اينا عشان هتأثر اولا بس في علاقة في حاجة بدأت بكراهية وبعد كده بقت فكرة انك اخد حاخدك تحت الناحي ووريك الطريق بعد كده بيضحي بيه علشان يفضل عايش انا بالنسبة لي اسوأ نسخة الهالك هي نسخة الام سيو لما تقدم بقى واحدة وما عزلت لو سمحت بقى ده هالك او ده افنجرز شوية عدالة يعني هالك الانكريدول هالك بالنسبة لي الافضل بكتير جدا هالك مش كايدوارد نورتن يا سيدي خلينا جوه السيمة دلوقتي بس اقمع عشان بقول لك الهالك تم التأكيد من خلال التجربة بتاعت ادوارد نورتن وارجبانا انه من اصعب الشخصية طالت اضحط على شاشة السيمة والناس كانت تقريبا فقدت الامل فان هذه الشخصية يمكن ان تنال اي قدر من العدالة على شاشة السيمة وتصدى لهذا الموضوع ودمر دماغ البشر انت شايف انه القدر من العدالة هالك من اكتب الشخصية اللي مارفل اعادي اقول فاشخة يعني دمرتها خالص هالك في حدود افنجرز احسن متى ديمو كشخصية ثانوية مش الشخصية السيئة اللي عليها ده غاية الواتس سنوية لا انا ممكن اتفق معك في انه هو فرج ناروك هيفه شويتين خلاه كوميدي لطيف بس هالك جوا يعني سورو يتعملو اربع اجزاءه هالك ما يتعملوش افلام وعارف المشكلة بتاعت يونيفرسل وديزني لا لا هو اتعمله فيلمين هو انكريدابل هالك والله العظيم كان نفسي في جزء تاني من انكريدابل هالك بالنسبة لي ده افضل نسخ الهالك ده اللي هو هالك اللي هو هالك مليان مشاكل مليان عك نرجع للنقطة بتاعتنا انا من الناس اللي بتدافع على فكرة امش بدافع هو افتر داوي وفتر انا بحكترم الفيلم ومحترف افتر داوي وفتر كم اخرج انا جيمس كاميرو بالنسبة لي افضل مليون مرة من جو سويدن كاخراج فيلم افتر وكاخراج فيلم افتر انت بتكلم من هند سايد شويتين دلوقتي انت بتكلم باللي بقيت عارفه هو جيمس كاميرو مش افضل من جو سويدن مية في المية بما انه باللي احنا عارفينه النهاردة بس ارجع معي شوية لا 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 انا عاوز ارجع شوية بذاكرة الناس كلها لان هم بعد كده اللي حصل جو سويدن جوا الدي سي اكستينديد يونيفرس دمر صمعة الرجل لدمر طريق الرجل مليش دعو بشكل سيبك مني بس جو سويدن باللي عمله في The Avengers كان بيصنف الرجل في الوقت بتاع اصدار الفيلم كأحد اعظم المخرجين اللي في الدنيا لان هو قام بما حسبه الكثيرين مستحيل انك تجيب الشخصيات اللي تبانت دا تحطهم كلهم في فيلم واحد وتديهم كلهم عدالة واللي قلعن من كده والاهم من كده هو انك تجيب ده هالك توظفه ويطلع ماجح بالممثل اللي ماعملش جوزئين لقبل كده او ماعملش التجربتين اللي اصلا وافضل لقطة لهالك في عالم مارفل السينمائي كامل موجودة في الفرق ده عمولو سانجلي اوه مفيش لقطة في هالك في التاريخ ده كامل لا لا افضل لقطة لهالك في الام سيو في الهالك عموما في الهالك وهو بيحارب امونيشن وده سعى ليه بعد كده سرخ هالك هالك اسمه هالك الغضب عنوان انا داخله ادمر ماينفعش اخليه بقى اعمل ايده كده بقى اسكالل تويتش تعمله كده ولا السوري اللي هي وبلاك ويده تعمله كده يهدى يعني دلوقتي انت بتتكلم على السوبر هيرو فقط احنا بنتكلم على الكوننكشن ما بين السوبر هيرو والالتر ايجو وطلخيص حكايتهم مع بعض في كلمة واحدة ايد نورتن احسن لا انا اتفق ابدا بالعكس وانت عدوي من هنا ورايح اطلع كل الافلام الجانب البشري ايد نورتن كان احسن بكتير كصراع ما بين الجانب البشري والوحش ايو علشان دي الانتروضاكشن ما كانش مطلوب انها تكون موجودة هنا وصولا للدي افانجرز هم اتعايشوا مع بعض وخلاص العملية ما بقيتش عملية وروب مش عارب عندي اووريكت من نسبالي جامد يعني ايه انت سخنتني يعني كان ممكن اقتنع شوية بابا تردا ويو فوتر بس انت ركبتني لعند ايفود دي افانجرز لا انت محمود هيفوت افانجرز عشان هو عارف اني وحسن افوت نطرح ما انت عاوز بقى شفت الكاميرا الجديدة ان اختراها كاميرون بتاعت سوني دي في المياه جماعة انا موافق مع عمد رحمان وقتنعات جيمس كاميرون يفوز بجائزة افضل واحد بيخترع كاميرات في السنوان الامريكي لا 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 الحق يبقى بالمنطق بعيدا عن التسكين كفيلم احسن ميني كفيلم احسن بداية منتصف نهاية ده بانجرز بجد بجد عمد رحمان وليس اصدق حاليا بصراحة كفيلم افاتر داويب واتر خرافي تجربة رائعة خرافية بشكل مش طبيعي بس برضو يعيبه الحاجات اللي بتعيب اي فيلم في التاريخ الفيلن مش منطقي لتحول فيه هل انا مفروض احبه دلوقتي علشان عنده علاقة مع سفايدر ده؟ واكي كفيلم حيوم بس مش الأعظم واكذا وهكذا افاتر داويب واتر ابن لازينة بس هيفضل في اخر فيلم عنده عيجوه الحاجات الافنجرز عملها من ناحية قصة من ناحية فيلم وديته ساعتين وعشر دقايق وحط كل القصة دي في الفيلم ده؟ تعالي اسألك سؤال يعني بعيدا عن ان الفوت بتاعك مش عايز اغيرهول لك الله بس عايز اسألك سؤال انا صانع افلام قدامي سيناريوهين في فيلمين موجودين معنا النهاردة ايان كانوا وصيبك من الموضوع دوت واحد كان عنده كاميرات كان عنده انجازات كان عنده استعراضات لامكانيات معينة كان عنده تكنيك في تصوير تحت مية كان عنده معرفش مين عنده شوية حاجات كتير اختراعها وبتكرها واكتهت فيها كان عنده ماشر سنة اشتغلها وده كله سينما انا مجدد الكلام ده كله وبعدين دور على الحدوتها اللي تفده حالو ولا الراجل اللي عنده الارث واللي عنده تاريخ واللي عنده الكوميك بوكس واللي عنده الفان بيز واللي عنده التجارب الفشلة اللي قبل كده واللي ابتدى يدور على التكنيكاليتيز والسي جي اي والمؤترات البصرية اللي تساعده في انه يحكي الحدوتة اللي عنده ابتال بيهزمه شرير فين التمييز تاريخ الشرير وتاريخ الابطال تاريخ الشرير تاريخ فور ابتال عنده ايه مميز بهم ابتال بيهزمه شرير التجربة البصرية افضل اللي اكتنين قصتهم ما تطورش ده اللي انا بقول لك عليه لا 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 ما يتقولش اللي اكتنين قصتهم لان افنجرز القصة بتاعته ديت ما جاش يفتكسها النهاردة دي موجودة من فجر التاريخ ده في اجيال تورسوها يعني انت لما تيجي تقول ان اي فيلم بعد كده فيه ابتال بيهزمه شرير غالبا الستوري لينز تاعت الكوميك بوكس في دي سي ومارفل هي اللي افتكست ده من اساسه ايو انا معاك في الحتة دي بس انا ما بكلم ان افنجرز الحدوتة بتاعته ومش اللي هي واو لو اتفرجت عليها في سنتها واو طبعا تاريخ بتاع الفيلون يا رايس اللي اخلق تعلق في سور خلاص الجردج اللي هو جاي بيها ما انت بنيت عليها انت بنيت على كل حاجة بنيت على الايجو بتاع ايرنمان وبنيت على الجردج الهامليتيان الشيكسبيريان الجزئين من ايرونمان والمضحف نفسه وعمل تطحية النهائية وفضل يجيب مليارات كم سنة ثمان سنين بعدها تطحية ايرنمان في افنجرز الجزء الاول كان الكل عارف في السينما انه هيرجع منها لان دي افليمة كومت بو فعلا انا مبكلمش عب تطحية اللي هي ما حسستنيش هيموت ولا لا انا عارف انه هيرجع منها وعلى فكرة ده بونا كويس يعني هو لما يعودك على ان الهيروز بتاعهم ما بتموتش وبعدها يموت لك كويك سيلفر ويموت لك ايرنمان صح افنجرز 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 ا Premiere انا وله مش عايز في وسط هزا الموضوع ابقى بتكلم عالفيلم ده وحش كان احبته جدا تبا ولا انت لما فكرتني ان ده الفيلم التاع بول ووكر. ده تلعب في لعبة من از كما يمكن في تقديري الشخصي. لما بول ووكر تحط في السيناريوهات ابتدأي حساسك انه حيموته في المشهد ده. اه بس. حيموته في المشهد. حيموته في المشهد. فدي دي حاجات انت مش متوقعها. مش عايز يموت. مش عايز يموت. مش عايز يسيبه. دي قضية دينية احنا احتاجين نتوقف عن ده. بس دي نقطة انت اشرت لها عندك فكرة انك تحس بخطر حقيقي على البطل لا يضهيها اي شيء. انجيميا تقدم من غير ما نتكلم عنه ولا كلمة عشان يقابل. طب جان مافريج غالبا. ومين تاني? ستار وورز. ده فورس اويكنز. ده فورس اويكنز ده جزء الاول من. من النيو تريليج. من النيو تريليج. باري جود. اول صراحة انا لما طلعبت منه انا فاكر ان انا كنت مستمتع بوقتي معيني مش اكتر واحد بحب افلام ستار وورز. بس يعني دي حاجة تحساب له جدا. انه هو جاب الناس اللي عارفة ستار وورز من كتر ما تقلق قدامك. ويمكن تكون شفت فيلم يا كده ولا كده ولا بتاعه. بس ده لأ ده اعجني مركز وحسستي بكوناكشن قوية جدا مع شخصيات. انا انا فاهم الحتة الجاية. اللي عملو فيه بعد كده يعني. بالضبط. اه والبلوت تويست اللي حصلت في الفيلم ده اللي حتى واخد واحد زي كاجول جدا ان هما يموتوا هان سولو. انا مكنتش متوقع ان هما هيبدأوا سلسلة جديدة ويعملوا حركة زي كده فكامل احتلامي. وري اسمها البطلة تريبا كاسمتي. اه ري. انا بالنسبة لي كانت. انا متابعة كريتكال دينكر بيكرهها ومشاهد البطلة اللي هي الجديدة الجديدة. اللي هي اللي بصابيات دي. بالضبط. عشان هو فيه ناس كتيرة بتاخدها على انها بدأت الموفمينت الجديدة. من الريليسنج الميل ليد كاركتر الفرانشايز بفيه الناس بتعتقد كده. المهم. بتعتقد ولا دي حقيقة. فيه ناس تقول نيه حقيقة. فيه ناس تقول لا الموضوعها اوبر. بس عمتا يعني الناس بتكره الممثلة دي ذات نفسها حاجة. لا نسيت اسمها ببطا. حاجة ري. حاجة رغبة من كده. مش هي بتاع بيبي درايفر. لأ. نأ. يا عم يلا. بيبي درايفر جي جي إبرونس. فكانت خطوة موفقة جدا. وودتنا العالم ده الواسع بتاعها ساعة ساوروز. معده معده مع كل الحاجات دي. توب جان مافريك. دايزي ريدلي. ايوه. توب جان مافريك ايه؟ توب جان مافريك مفيش نقاش كتير عليه. فيلم جامد من كل النواحي. فيلم خرافي. يس. فيلم جزء تاني بعد مرور اكتر من عشرين خمسة وعشرين ساعة. بس هون هو جامد عشان احنا تفرجنا على توب جان الاول. ده اصحح لك الجملة. ده جامد على الرغم من اننا شفنا. باش احنا كلنا الفيلم دوت من ساعة لما سمعنا عنه احنا معاديينه. يا جامعة كفاء يا حلبة يا جامعة كفاء يا هاري يا جامعة. بقى توب جان ايه بس. ده محبتش الاولاني علشان احب التاني. هو الاولاني ده كان ليه ايه ما ده كان شوية شباب من غير تشرتات دهنين زيت على البحر وخلاص. عمل صدنه لما نزل. لا 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 لا. توم كروز قال لك اعادي السينما واعادي الاجواء. ومش عايز ارجع افتح معك نفس الخناقة تانية بس هو يفرق عندي افنجرز. على مستوى قصر. توب جان ولا حاجة. بس تقنيا توب جان احسن. صح? الاقاع. الاقاع. انت دايما بتنط من النقطة بتاعة الاقاع. ان الحدوتة. كل الحوادية اتحكت قبل كده. بما فيها الحوادية من مستهلكة زي بتاعة افنجرز وزي بتاعة توب جان. بس هي الفكرة انت خدتيني في رحلة عملة ازاي وانا بتفرج. ربطتني بالشخصيات. سرعت وقت ما انت المفروض تسرع. هديت وقت ما انت كنت المفروض ت زرد احسن. ايو بس انا اصدق. انا مش ضد ده. والموتش ده ممكن يحصل. خليها لما يجي وقته يعني. بس انا بكلمك على ان توب جان مبرج هاش تارك مع في افنجرز فانه مركزش على القصة. تعالى نعمل قصة معقولة كويسة. تمشي الدنيا. تعالى بس اتلاعب بالاقاع معك. ادخلك معي في كل الاحداث. اربطك بشخصيات. وقربها من خط الخطر. ورجعها تاني. وتكون ماشية صح. انت حلوك شفت الجاسس ليك زك سنايدر؟ نعم. هو او افنجرز في افنجرز؟ الاول اه. هروح زك سنايدر's justice league لحاجة لان انا بحب الستيل ده فهي ده هيكون حاجة شخصية بس لو هقارن ما بين زك سنايدر's justice league ضد انفينيتي اور لا افينيتي واري بوز. انا بالنسبة لي زيك بالزبط. زك سنايدر احسن بكثير. بحور بتفسيط التركيز على الاقاع بتاع الفيلم والتنبو بتاع الفيلم او الفيلم بيكون ماشي ازاي. او افنجرز. او افنجرز. او افنجرز. او افنجرز. الاول اه. هروح زك سنايدر's justice او افنجرز. 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 او افن تقولك على الرغم من النستالجيا ده انت يمكن تكون قطعت الحبل بتاع الذكريات السيئة اللي ما بيني وما بين الفيلم الاولاني رغم انك فضلت تقول دخوي على فكرة بانك تجيب مشاهد كلون منه على قد ما تقدر بس دايما المرة دي ده ما اخف المرة دي قلطف فكرتني بحاجة من اللي فات بس انت تتعمله دلوقتي احسن والفيلم ده وتدلك انا دي حاجة انا معرف لهاش اسم بس يعني الاحساس بتاع الموضوع في حتة السيناريوهات اللي انت متوقعها لما تيجي تتفرج على المشهد الاخراني بتاع لما خلاص ادركوا انه هما في التارجد بتاع البتاع وان الفيول مش هيوصلهم وانهم غالباً حيتضربوا تاني وان توم كروس هيعيش نفس المأساة تاني وكلنا تقريباً عارفين ان الراجل الساند مان اللي موجود على السفينة هو اللي حينقذهم تلاقي واحد من الجمهور قاعد يقول لك البتاع اللي على السفينة حيجي ينقذهم عارف اللي هو ايه دي حاجة مهروسة لما هتقيل انا قريها وعايز اخلص منها بس الناس ما كانتش بتقول مشهد ده كده انا فاكر كويس وفي السينما نفسها انا سمع الناس حيجي بتاني من على السفينة وحينقذهم اندرك سايتن سخنانين عليهم مبسوط بان ده اللي حيحصل تروب مهروس جداً في السينما بس علشان هو مهروس معمول بشكل حلو فانت تشجعوا هو معمول بشكل حلو ها انا مشايف ان اعتراضي الوحيد على افينجرز لا شايفهم مش معمول بالشكل اللي هو يستحق يكون الافضل في مارفل وانا معاك دي على فكه انا شايف ان الافضل انفينيتي وور ودي كان خنقتي المرة اللي فاتت بسمع عليها لما نوصل لما نوصل لها لما نوصل عندك فرصة الانتقامين كان يصدق بس Laluz المرة الدهاية استر calculator متحرك لدور التماية فيلم اللي انت متوقعه لسا موجود فيلم التى متوقعه لسا موجود فيلم اللي انا متوقعه لسا موجود تيتانيك يقابل افاتار أعدنا لسنين واحد و اتنين مو افاتار مش واحد اتنين اه اه كانوا واحد اتنين كانوا واحد اتنين تايتانيك و افاتار تايتانيك و افاتار تايتانيك و افاتار فرق و افاتار 700 مليون 700 مليون شقة في التجمع في اولي بزا 700 مليون دولار ده مقدم المهم جيمس كامبر نخشي له منين ده لا حد يجل اللي هبتدي ليه مش عايز ابتدي الصراحة ده ده مبسوطه ما هبتديش واحد عمل فلوسه عشان سعر التذكرة بتاعته جاية غالية واحد عمل فلوسه عشان قعد يتنزل كتير عشان بعلي مبدالاتنا عم بتاعتك هو ده بتباني ان مبدالاته لمبسوطه هو يا ده الفلوس ده لا ابتدينا كفيلم بحبه اكتر تايتاني انت شخصية عاطفية عبر رحمنها جدا جدا بحبش ايسها التقنية دي جميلة حلوة ايه اشتا بس انا يعني تقييم الفيلم خارج مستمتع ولا لا مبسوطي بفيلم جامد مش مبسوطي بوحش بس كفيلم تايتانيك قصة احسن بالنسبالي تمثيل احسن اخراج احسن كجيمس كاميرو لا مش عايز بص هو مختلف اخراجيا عن افاتار بس بالنسبالي تايتانيك برضو من حاجات الكاميرو الايكونية اللي عملها بالذات لما كانوا بشوفت الكواليس وهم في البول والبتاع الراجل ده انا بعشاءه وبعشاء كل حاجة بيعملها ايه تاني تمثيل اخراج موسيقى احسن اغنية الفيلم احسن تعسلين ديون بعشاءها يا اوفر هيرد انت كاره لو حالو انت كاره بعشاءها بيفنسوا الشارع كما بيشغلينها مهارتور جوان كراه كبطل احسن كتير احسن تمثيل احسن البطل وبطل احسن من ديومار تمثيل احسن ما في المياه بس اوك اذا مش محتاجة مكورن اكتر من كده احكيني ليه انت كاره تايتانيك اكتر هو الاستهلاك المشاعد الايكونيك اللي في النهاية ده الواحده بالنسبالي في تايتانيك باباتار كله ورجعوا بحث مضاد للبحث اللي كانت عمل على فكرة انه مالوش مكان على الخشبات انه لو كان ركب على الخشبات كانوا غرقوهم على الخشبات كانوا غرقوهم شفت اللي السهلاك وصل لفيني؟ شفت الغاري وصل لفيني؟ خلينا في العاطفة بقى شوية كفيلم استمتعت بيه اكتر وحبيته اكتر بيه تايتانيك تايتانيك بعد كل هذه عامة يعني عارف لما هديه بتريت بتريت اتزوقه اكتر وبتريت اقدره اكتر وبتريت افهم انجازه في زمنه والفيلمين دول بقى لهم اتناشر سنة ومين اللي تقدر تتفرج عليه؟ الفرق ما بينهم اتناشر سنة طايتانيك الاقدم طايتانيك الاقدم في الاستخدام كله هو اللي بدأ الكلام ده كله هو اللي بدأ الموضوع ده كله فعلا اذاتر جيميكي الى حد كبير الابهار بتاعه يعني اللي اتنين بعد ما نزلنا عباقة الابهار من عليهم اكتشفت ان قصة تايتانيك قد تكون اكتر كلاسيكية من افتاره ولكن فيها نفس الفاكتور العبد الرحمن والحامة اكبر و بعد كل التراب ده برده لما اياه ده تلاقي قصة حب بنت غنية وولد فقير يعني هو ده الموضوع بس عملها باكتر طريقة شعرية بس عملها باكتر طريقة شعرية من كده ممكن تشعر في حياتك من كل افلام الرومانسي هو في اكتر من كده يا الهارس ولد سفينة اقتقرأ والبطل الفقير والسيلينديان وتضحية ويا ارد انا حس انت حبيت تايتانيك اه اه الحتة الحنيانة اللي جوايا جابت اوكي انا بموت فيها جميل انا بالنسبة لي تايتانيك مش كوبية الشاي بتاعتي في كل الاحوال بس لو هنحطه قدام افاتار انا صراحة هميل افاتار سنة بس خلاص تايتانيك هو اللي فاس انا مش عرف افاتار المميز في ايه غير اخراج جيمس كانورو لما رجعت اتفرج عليه مرة تانية انا اتفضلت من ساعة ان افاتار نزل لحد قبل ما ويف وطر ينزل وانا كنت من الناس اللي هو لا افاتار كان هايب بس رجعت اتفرج عليه قبل ويف وطر بيادوبك باسبوع ولا حاجة لا في حاجات كتير على فكهة ما بتدهاش كريدت كفاية في افاتار لو ايوه ستوري بيسيك جدا ستوري وايت سيفيور بيسيك جدا وكل حاجة بس لا في حاجات في حاجات هارد فيلف فعلا الريحلة بتاع جاك صالي ان هو الناس دول يتقبلوا الريحلة لما بيدخل في اول ترانز في الموضوع هو بيدخل بها ببعا حدودة كلاسيكية بتاعت الغريب اللي بيخش جوه المجتمع لهدف معين وبعدين بين دمج دوائج انا كنت فاكر بودكاست تريبا انتم اللي اعمليني او حدي فيكو لما انا مش فاكر اسمق شخصيات جاكسون او 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 بصف انا 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 تحديته و كنت فاكره او او انا احقا بس بس ارجعته مع كده لا الافاتار مش مش بالسوء الناس كتيرة بتقولوا عليه دلوقتي هي دايما جماعة هي الحاجة لما تتراند اكتر من اللازم اكترس اكتر من اللازم بتربي عدوات. بتربي عدوات الحاجات دي زي ما جوكر بعد ما اتهرس كتير ابتدى يربي عدوات. ايه اكتر هوب تيكد روتي اوبنهايمر نفخين نولان وطب لاتيت نولان وبتاع وشوف بقى عمل فيلم كامل عشان الرجل اللي عمل كومبيلة الزرية بالنسبة للعدوات عايز اتكلم في موضوع بس هو خير القايمة مش عارف لو في وقت نقدر نتكلم فيها حتة اللجان الالكترونية وتأثيرها. لا ده معوال كبير. لا لا مش في حتة ان في الجان الالكترونية ولا لا حتة ان انت لما مسلسل سيصفح الجهزة في حد بتكتب بوست عجبني قوي قال مسلسل صفح الجهزة حلو. اوفرهايب ناس كتير قالت حلو اول درجة انهم بيخوفوا الناس اللي مش عاجبها المسلسل. وهنا ده بيجي دور اللجان انها بتخوف اللي مش عاجبه المسلسل. بس فعلا المسلسل حلو. فانا ايه زنب اللي انت خايف تقول رأيك. انا عاجبني المسلسل مش لازم كون لجنة عشان انت خايف تقول رأيك. فاهمني? فاهم حاجة? مش قوي. يعني انا دلوقتي. يعني ليه افترضت ان انا لجنة بخوفك? ليه ما تكونش انا واحد فعلا انا عاجبني المسلسل. انت مش لجنة. انت متأكد انك مش لجنة. بس متأكد ان ما فيش لجنة? لا. فيمي. وان بيس حلو ولا لا. انت عارف الليم اللي طالع عليها بتاع اون بيس? لا انا اكتر واحد على السوشيال ميديا. انا اكتر واحد على السوشيال ميديا في كل المنصات هتلاقي عندي ري اكشن كده. كنت بتاريق فعلا وان بيس خدوه. لغاية دلوقتي شغال. انا بكرة وان بيس. انا رحلت دلوقتي فون بيس انا مستمت. بطلت عتا كون تايتين ليه? من الهاوس. هوسة الناس والخماع والبتاع. حروم. يعني انت تضيع الانيمي عشان. فداحة. مش خلط. بص بص. اولا. مع الفكرة كانون مش. عشان بس لما بقولي الكلام دوت الناس متفتكرة ان انا بحقر من الانيمي. من الكالتر. انا بحقر من الانترتيمند كلها. من اولها لاخرها. من اجدعها فيلم لا او سخة مطش. عشان يجيب من الاخر يعني. فداحة. اللي يجيب وجع قلب في داحية. فيلم وجع الناس كانت متحمسة جدا. اه لا 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 كان فيه خناء ودوشة وبتاعه وانت بتعمل انت بتطلع صور وبتعلم عليها. بس اجابك عني? اتس كوب. اه كان حلو طب. مفيش فلسفة كده معينة. قصة بعيدا عن كل ما الحاجات دات النقشتها لما كنت بناقش وكنت بتعمك وسخنت نفسي ودخلت في الفورمة. وبتريد تتكلم كان عندي حاجات وعندي تحافظات وعندي حاجات عجباني وحاجات مش عجباني وكلام زي دات. بس فجأة لقيت نفسي داخل مطش كورة. اوكي. وانا مش عايز واجه على قلب. تتابع عني 1000 حلقة? لا مستحيل. انا بحبك. انت مسألة الاعلى في كل حاجة. انا متابعش حاجة 20 حلقة. شايف سؤال الاخير قبل من النادي. شايف ان في قصة مفوتة تتحكي في الفحلقة entails مافيش قصة في الدنيا متتحكيش في فيلم. شكرا. شكرا. هاتو هاتو كلوا على فكرة انا فاكرة مقتنع بده تماما ما فيش قصة في الدنيا متتحكيش في فيلم. لا دي ما تتسببها mengat Rei. دي ما لا لا مكلام منطقي جدا. اي قصة ممكن تتحكي في فيلم واي قصة ممكن تتحكي في فيلم واي قصة ممكن تتاحكي في مسأسل واي قصة وهاكذا وهاكذا. انا شايف ان الفورمات بتاع المسلسل دي كلها فورمات مستحدثة لا لا. مس أذ抚 انت هتبصي tiene هتبصلها هدفها الرئيسي أسفاً أنا في قصة تتحكي في مسلسلات هتعرف المسلسلات تعملت لي صح؟ أعلم بس ثانية واحدة هتكلم دلوقتي لو تبص لمسلسل أي مسلسل في الدنيا بص على ايش أبسود بص على موفي و ايش أبسود بتحكي هي القصة الوحدة دي وفيه اوور ارشن ستوري بتتحكي في الليلة دي أنا عندي قدرة ايه هو بريك ان باد؟ بريك ان باد قصة المدرس الكيميا اللي بقى كينج بين تمام؟ كلها تتحكي في فيلم بس بص أول حلقة بص أول حلقة ممكن مش هناخد التعمق اللي احنا خدناه في عدد كبير من الشخصيات بس تتحكي في فيلم بس قسم كل حلقة أول حلقة هو هو الكمينو بتاعة جيسي تتحكي في سيزن ماشا أنا فاهمك بس هيكون أفلام مختلفة يعني دلوقتي بص على البايلوت البايلوت بتاع بريك ان باد البايلوت بتاع بريك ان باد تفرج عليه ذات نفسه مدرس كيميا عنده مشاكل مع مراته فيلم عن كده بس أول حلقة للا داخدت جورني كلها وحطوا على بداية الطريق كمانة بالضبط بس قد يونتو دا داي ممكن تقول ان دا كان فيلم عن الحاجة دي بس بالكلايماكس بتاع بالنهاية الفيلم انا بقول لك اعمال بالهابل اقول لي عليها اقول لك انهي نطاق منها كممكن يتعامل من فيلم وممكن تجاوزا اقول لك ان جيم اوف ترونز مثلا فيلم من ثلاث اجزاء انا مش عبرك بس عشان فيه قصة ستير فانت متكلم على حاجة زي وان بيس ليه مش عدل ان انت تقول عليه على حاجة بتاعة الالفة حلقة عشان وان بيس من الاخر هو عالم هو بيقولك ان انا انا فيلم او بيقولك انا عالم انا تفرجت على 600 حال قبل واقف دوريسك وورد عصاد سوبر ماريو بروز موفي قرسبت 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 انا بنسمي سر ماريو من ومن قرسبت قرسبت قرس�موت وكريس برات في الجرس كورت كان حلو أبو وكريس برات هنا برضو بس كان أحل في ماريير بس كان أحل بكتير في ماريو بسبب الصوت الايكوني لماريو أصلا وانه تحاجم بسببه كتير الناس قالت انه هو هيباس باله من قبل ما الفيلم ينصل ما هو باس باله فعلا كريس برات في ماريير الناس قبلوا عنده لانه هو ما عملش مشكلة لكن هو ما تعبش في الأداء خالص وانا كنت لسه من حلقتين بقول للرجل ده وكان ابني موجود كريس برات من أجمل اللي في الدنيا بس هو في ده ياما كان كاستنج مش في محله قوي ياما ما حاولش بس مدايقش يعني انا مغتمع بديه هو ما عالش مشاكل بس بص على جاك بلاك والديديكيشن كباوزة والأغنية بتاعته بحبها قوي بس معه ولما شفت اللي عمل اللي هو في الحفلة وبيغنيها بصوت الوحش جاك بلاك راكر شدي شديد بحبه كفنان قوي ليه فيلم اسمه بيرني اخرج ريتشارد لينكليتر مهديو حبس من الحاجات اللي مش ممتشرة خالص مش مشهورة خالص هو شيرل مكلين لو انا فكر صح قصة حقيقية عن حانوتي في بلد صغيرة اتجنن في يوم من الايام وقتل اغنى واحدة في المدينة يعني بس بس اتفرج على الكاركتر هو الحدوطة نفسها هو البطل والشخصات اللي كلها مساندة ماتيو ما كونهي بيعمل ايه بيسابورت طلع المحامي لا لا جاك بلاك اداء يعني تقف تعجز قدامه الرجل معادي جراسك هو فاشل وسيء ومن الواضح انه هم اتدوا وقالوا احنا حنبقى ريكتف لردود الافعال بتاعت الناس وللاجندات وللملف الرئيسي اللي احنا مسكينه وحتى لما جوم يلقطوا الملف ده لقاطوه غلط انه هو ملف بيئة او حاجات بالطريقة دي ما عارفوش يقدمه من خلاله جديد ومعارفوش من خلاله واجبه ولكن الفيلم اولاني ما كانش محش الفيلم الاولاني عنصر المغامرة بتاعه حلو واقع انه هو بيدور جوه البارك دي بالنسبة لي كان ليه هائمة كويسة قوي فكرتني بالجزء الاول خالص لانهم بعد كده ما عملوهاش تاني هم دايما كانوا بيطلعوك برا البارك او يعملوا بتاعه فجزء ان انا جوه البارك وبارك شغلوا فيها جمهور بجد كتير ده الكابوس اللي انا كان نفس اشوفه واخيرا شفته في الجزء ده الولاد كانوا كويسين بس ما كانتش بطالة بالكلاسيك اوزاك نعم ده ستيمن سبيلبردوان اول واحدة المونستر كويس بس حسيت انه هو اوهر انجينيرد وحطوا فيه صفات بالعافية علشان يوصلوا بيه حاجة معينة لكن كان بيخوف بجد من الازينة الكوميدي البلادي سناريوهات القتل والاكل والافتراس لما تتحط في السياق كوميدي عملوها كم مرة وبيقيتش عارف انت نفوضت حك ديوقتي ولا عمل ايه بس كانت كويسة فهو حقيقي كان جزء كويس اما كانش مبيق اني انت ايه رايحان في الريبوت بتاع جراسيك بواركلة جراسيك وورد ولا واحدة بالأفلام ولا واحدة من للأفلام بصة الربع الأفلام القديمة الأفلام القديمة او الربع الفيلم الاول القديمة الفيلم الاول بس انا حسيت ان الاجزاء الجديدة ما قدمتليش اي حاجة مميزة او مختلفة او حاجة حسستني ان انا بتفرج ان في حاجة مختلفة يعني ان انا بتفرج على يعني العالم نفسه دخل انا متوقع اغلب الفيلم وخارج منه اعرف النهاية وعرف كل حاجة وعرف الوحش اللي تظهر حتى الوحش الديناصور اللي بيض اللي ظهر ده اللي هو مليان حاجات حلو كموثرة بصرية وكشكل لذيذ بس انا عارف مش اللي هو مختلف زي الاول الاول كده لما الديناصور كان بيظهر وانا صغير لما كنت متفرج كان ليها هيبة كده او كان ليه خطورة او خوف معين اما انت احنا قابلين قرنوش في كوبة انا مش قابلين مش بمعك انا قابلين فاكريني الافكت بتاع الكوبة انا حسيت ان الخوف اكتر من الاجزاء القديمة كان بالنسبة لي احلى وانا ايمكن عشان اتفرجت على كل حاجة قدمتها الموثرة البصرية فلما الفيلم ده نزل ما حسيتش انه قدم لي حاجة واو يعني عادي حلو هو فيلم واحش مقارنة بالكلاسيك اكيد مقارنة بماريو ماريو حبيت ماريو حبيت ماريو اكتر اصلا من اكتر 16 فيلم حاجة وحيخص الخوف لو انت فيقلت له انا انا احببت جورا سيكور او تعيد تصحية فرانشايز قديمة من غير مضيف اي حاجة او اكشوال فاليو وفيلم سور ماريو كان راكت رالف اقل جودة شواء انا بحيب راكت رالف الله ينعور اليك بس اوقع بس اوقع مين اقل جودة ماريو 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 بس انا بحيب راكت رالف كل احوال جدا موتي فرصة الانتقام يا فان اه افنجرز الفيريتي وور و افنجرز جميل جدا وجاي لك واحد شكله هيسندك جميل جدا تعملت حاله و هتنفزه الفيريتي وور الفيريتي وور ماشا ماش خلاص ماش من دائم انا مش عندي اخناء ادوك بعد كل الحلقات دي اخذ لا لا يفعل مش عشان انا ما بحيبش افنجرز كمان لأ عشان هو بالنسبة لل افضل هو صراحة انا بعش افنجرز و انا لسه مدافع على افنجرز الارجمنت اللي كسب المرة اللي فاتت لو انت بصيت يعني عن الموضوع ان لولا ده عمر ده ما كان حيث عن الموضوع و عمر ما كانت الناس هتخص له بعضية درجة من الترابق والسياق للحلقة اللي فاتت كان احسن فيلم مارفلي الاساس حلو بس الفيلم انفينتيول احسن مليون مرة من افنجرز بالنسبة لي شخصي اقول احسن بس مش احسن مليون مرة مش مدى اخر بس طو بتضايق على الاطلاق مش مليون مرة مش عايزة بالغة دايما بالغات مية يعني عشر بزرط انجيم وصد طوب جان مافريك واعوة مش سهلة اول انا طبعا طوب جان مافريك لما نزل اه رجعنا السلسلة القديمة و زي ما انت قلت مفيش شرير اصلا و دي من الحاجات العظيمة اللي في الفيلم بس ملحمة انجيم واو ايه ده اندك الاخوة روسيس دول عملوا اللي انا كنت تفكر انه مستحدي تاني تلاتين اربعين بطل تجمعهم في مشهد ايكوني وتدي لكل واحد الهيبة وهو بيخش من البوابة وتقوم تسقف في السينما و انت شاهد بلاك بانثر و انت شاهد دكتور السيرنجي و انت شاهد واو لنهاية صادمة بطريقة محدش كم متوقع منجزبش على بعض محدش كم متوقع ان حد من الفينجرز هيموت نهائي لان احنا متعودين لمارفل ما متموتش ابطالها ده حصلت يعني كل الابطال المهمين اوي اي امان و كابتن امريكا يعجزه الكلام ده نقل بحدش كم متوقع اند جيم بالنسبالي يكتسح في كل حاجة كملحمة كقصة كتمثيل كموثرات ككله واو مفاجد مفاجد انا من الناس اللي احب انفنت يور اكتر من انت جيم في كل الاحوال فلو هيتقدم كده انت جيم هيخسر بس انا شايف ان مافريك عنده فرصة انه يتخاني اكتر من انت جيم لان توبجن مافريك برضو هنحطه في السياسي انهم احسن ان ليس بيتخاني مين احسن بالنسبة لي مين احسن بالنسبة لي توبجن مافريك ما عادش معي فترة طويلة عشان عشان يعيش معي ورجع ازوره اكتر من مرة عشان ادي لفاكمه ده اندي جيم ممكن ازوره كل اسبوع مرة لو عايز او مش كل اسبوع اشوف المشاهد الايكونيك بتاعته على اليوتيوب بزمان مش زمان دا تلهمن زمان قوي يعني من سنتين ولا سنة ولا بتاع كانت او اس ان لسه بعنفوانها وقبل ما ديزني تاخد تسحب الافلام بتاعتها فكنت دايما بتلاقي افلام حلوة شغالة طول الوقت كان ممكن تخبط في انجين كتير مفيش مرة شفته ما كملتوش قاعد عند حد قاعد في بتاع الفيلم مشتغل هكمله لو اشتغل لا توب جانب بعد بقى ما هو اسأل بقت دمها تقيل وما بتجيبش افلام فكرت اصلا بتاعت قدام التلفزيون ويجي فيلم داي بقت قليلة جدا ما عادش موجود فهي دي نفس النقط اللي نحن بيقولها مش عارف اعيش معاه نفس التجربة عشان عارف انه مرتبط بمين في يوم اكتر انا هنفسي ما اتفرجش اتوم جانب تاني هو حلو كاول ما مشاهدة وعظم اتوم كروز اسقف لك انت رجعت السينما للكلام الجميل ده بس كفيلم لا افنجرز انڈ جيم احسن بكثير انا وضائم اعرف مش عارف هو في القرار تجربة ما قد لبه لك فانز افنجرز اقوى مش غايف يعني مش غايف من عرصت فانز مين اقوى ده يا تخلاص بقى دي كثنين زمان يا رد لان انا عارف انها لما رجع ازوره تاني برضه استمتع بوقتي بس انت جيم كده كده مش فيلمي مفضل في عالم مارفل السينمائي يعني من الاخر انا ممكن احرق اجابت دلوقتي لو نقول افنجلز انت جيم اصاد توب جان مافريك توب جان مافريك توب جان مافريك اصاد انفينيتي وور انفينيتي وور ايفوز وانت انت دود انت الديسايدنج فويس مش عارف ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انجيم كان عنده تحدي رهيب جدا وهو جاي ورا انفينيتي وور بفاصل زمني مش كبير وهو ان انت ما عندكش الجرأة انك تكمل في اللي انت عملته في نهاية انفينيتي وور دول لازم حيرجعوا ولما يرجعوا حتبقى حركة رخيصة وكلنا عارفين ده من الاول وقعدين بس بنتخيلها هي حتم ازاي فالتحدي اللي صعب عليك جدا اللي ما كانش عام بانفينيتي وور شخصيا هو انت زي هتعمل رول بكلي دي ويبقى عندك فرصة انك تعمل فيلم ينفع يتقال عليه اعظم او اكبر او تط على اللي حصل قبل كده فهو عملها وباعها كويس وعلى عليها وادى لك في النهاية كتير ما توقعهاش من اللي مش عارفين الخطوط بتاعت الكوميكس نفسها عملها وعملها كويس وعمل عليها برضو سحبة الغبار اللي احنا بنتكلم عليها ديت لدرجة انها مليانة تفاصيل مش كويسة بس محدش ركز فيها غير بعد ما بعد السابع او ثمان مشاهدة للفيلم الواو بتاع الواو فاكتر بتاعيز الواو دوت اتضل تعيش معاه قوي في اللحظة بتاعته وبعد كده عامل عبد الرحمن ما قال عليك بدك خسائر وخسائر انت ادها المرة دي وحتبني عليها بعد كده بزميرك حد يكون متوقع او ربع ساعة في الفيلم ده ان ثانوس يتقطع راسه ده متوقعتش البداية نفسها وهو ايدا تبقى ويما ده حصل انت تشاقنت ولا تفاقلت انا لما ده حصل زالت انا قلت يا نهار اسود انت راح فين انت هتعمل ايه يعني انت دخل عليك تحديات اصلا حتنايلها بنيلة اكتر وخلي بالك حوال التايم ترافل ده بالنسبة الناس كتير كده شيء مثل ما روح ال 5 years later اللي طلعت بعد ما تقطع راسه دي لا انا الواو فاكتور بالنسبة لي النهاية واللقطة اللي ثانوس يعني اكتر مشهد كان مؤثر بالنسبة لي غير النهاية يعني اللقطة اللي ثانوس شاف فيها نفسه هو بيتقطع راسه اوف لا ولما قالت that's disney fulfilled اوف يا ديني انا كنت لا ووقع ان ثانوس هنا كان براجماتي وعملي وبروفيشنال هو ثانوس مختلف الاتنين لا وهنا هو جيء وباعترافه الشخصية قال له now it's person اه اه ودي حاجة على فكرة ممكن تاخد شوية من شخصية تانوس تاخد من شخصية تانوس بس اتضيف للفيلم ماشي بس انا بحب ده يخلي تانوس في انفينيتيور كان فيلن افضل من انت جيم انا من نسبة لي كان فيلن افضل في انفينيتي انا مش موافق انا على طول يا جماعة عندي البيلان اللي عنده اسباب احترافية وبروفيشنال على عيني وعلى راسي من غير رشة البيلان اللي في الاخر عمرك نتبقى فيلن كامل بس الفكرة ان انت جيم خليها بيرسنال بس في انت جيم خليها بيرسنال بس لا انا لسه محافظ على الفلوسوفي بتاعتي وطورت عليها بعد معرفة اللي حصل and now it's personal now i really want to hurt you خلي مالك انفينيتيور ما سينال ريوهات كثير جداً كان فيي ايده نواي موتوهن وتراجع بالزبط ه recognizing what he doesn't make sure he is a good villain يبسخليه قليه قليه قليله خطير فعلا لما تعرف ان الموضوع بقى شخصي وان لو تمكنت منك المرات دي هموتك ده ما يخلقه قليه قليله جود سمان تيكس يا محمود لهم من كتر ما كان شرير خطير هنا في الفيلم ده بالذات في ناس اتعطفت معه مع افكاره هو جاي رسول فلسفة هنا يا جماعة وده اللي خلى الناس كتير تتعطف معه وتحبه وده مش مطلوب انه يفضل عندك الجانب اللي بيخليك تكره الفيلان والجانب اللي خليك تكره الفيلان هنا هو الجانب الشخصي هنا هو فيلان بالجام هو اللي حطه لنفسه انا مش هماوت فيش دعم هوتك مفيش اي داعي لاي طفحية ملاهاش لازمة لكن المرة دي لما عرفت ان انت نوياتني نحياتي ممكن توصلك لقدرة انك تنجح في انك تموتني الموضوع بقى شخصي ولما الموضوع بقى شخصي خلى فيني وبقيت انا كمشاهد قدر على اني اكرهك فعلا وده كم مطلوب ومن غيره انه هيا ما كتش هتباع انا معك بس انا كشغير بالنسبالي الشخصيات الرمضية بحبها اكتر من اللي هو اكرهك قوي انا بحب افهم دوافع كل شخصية ايه او هو ليه بيفكر كده ثانوس في انفينيتي وور تفكيره كم نوعه ما مطوقي اكتر ملتفكير الملمتطر وده الى اللي خلقت تهاطف معه في انت جيم لما تعطعت راقه هلوالته بنا تخنق خلقات انفينيتي وور وانت جيم لا لا Frank nghĩ انا ما عنديش مشكلة خلينا ما نحاوله نكمل من نقاش دهOW انا بالنسبالي انفينيتي وور tenous احسن pins هم بالنسبالي كثيرلى انا بالنسبالي انجيم احسن انفينيتي وور ومش بكثير اقول لك انا ليه انفينيتي وور هو فصل مكرر تينوس انترز المكان تينوس عنده هدف افينجرز فايد تانوس تانوس يفوز على الافينجرز ولكن لا يقتلهم ويذهب للمرحلة القادمة تانوس دخل المكان الافينجرز يتصدوا لتانوس تانوس يهزم الافينجرز ولكن لا يقتلهم ويأخذ الستون وينتقل للمكان التالي انا لو انا بقوله دلوقتي مبينه انا بكره انا ما بكرهوش وده سيناريه واشتغل وكان ناجح والمراحل دي كلها في كل مرة كنت بتفهمنا إيه هي قيمة تانوس وإيه هو التهديد اللي هو بيمثله ودلوقتي العدوة العمالية ربيها مع كل جروب من الأفينجر شكلها عامل إزاي والفيلم ده يحسب له بشكل واضح إنه ما أنهاش عند كده وخلاص ده ده لك بوصفايت ده لك بوصفايت جبارة فيها انترنسز من أخطر ما يمكن ومن أقوى ما يمكن ورح رسم الصورة بتاعته وسابق في واو مومنت في شوق مومنت ملهاش حلول الناس مكتش عايز تقول من السلم على حفظ العادي ناس أنا لغاية لما تجيب لي الفيلم اللي جاي كل دي كانت تحديات على ده يعني أنا بكهد بقولك إن المشكلة اللي عندي مع الفيلم ده شرحتها إنه هو سيت اوب بس وكل المميزات اللي عندي في الفيلم ده بقى التحديات على الفيلم ده هتحلها إزاي هتكلم لحاجة تعمل لها سيت اوب هنا تعمل لها بشكل مرضي ليك مئة في المية؟ طبعا كلها بشكل مرضي مئة في المية؟ يعني تحد دنيا مش عارف يمكن تقولي حاجة بقولك لا مش متأكد إن الفيلين الأساسي بتاع الفيتيورت تطع راسه من أول عشر دقائق يسا ده كان بي اوف مريح بالنسبة لك هو ما كانش بي اوف ها هو كان تريك لا أنا زيدت أنا اديت ماشي جميل ما أنا بقولك بعلق تحدي أكتر أنت لما عملت كده في بداية الفيلم خلتني في حالة حيرة أكبر هو أصر متني هو أنت حتحلها إزاي؟ هو أنت حتعمل إيه بعد كده؟ أنا حرفين الاستثمار اللي هو عمله بالنقطة دي كانت لأ أنا حرجعه بس حرجعه من ناحية تانية وفكرك بيه في بداية الجرني بتاعته وحعمل اللي أنت ما توقعتوش أنا حديله السبب إنه يشخصاً الموضوع معك هل أن هو يشخصاً؟ من هنا وراعك في الحال هل أن هو يشخصاً؟ طبعاً يا محمود بن غير الشخصان ما كانش هيبقى خطر المراضي فعلاً جميل بس هو خلاق زي ما هو أكبر أشخصي ربطي المرة اللي قبلها لا أنا خفت من ثانوس الأولاني أكتر لا ده في انفينيتي وركن بيبرجن يا عبد الرحمن الزاق لا أنا شايف علشان هو عنده هدف واضح أنا شايف أن الثانوس الحديم وراحي يعمل بخلف فندات عنده أنا بيشوف واحد فيلن بيحارب على مصير البشرية مش جيمس بوند فيلن مش عاوز يسرق حاجة مش عاوز يسرق أي تم واخد بعضه ويمشي ده أنا بحارب على مصير البشرية كلها لا بس الثانوس الأولاني كان هدفه البشرية أنه هو يصالح البشرية كان هدفه ينتقل أيوة أنا بقول في انفينيتي وركن قصده كثيرا هذا هو جيد موتف الرجل في انفينيتي وركن قتل بنته عشان الستون ده كشيري شايفه أنه مستحيل يقتل أي بطل تضحية برد متى قتل بنته هل يقدر يقتل أي بطل بعدها؟ اوه أنا أخايف منه جدا جدا ده قتل بنته يا باشا ده برجا على حياة ايرنان مقابل الستون وانا عارف ان انت ممكن في كل مرة أبرج عليك بس اقدر اقتلك انا خايف انه يقتلوا بس هو ما قتلش حد طب ما قتلش استار ورد ليه؟ ما قتلش استار ورد ليه؟ علشان ده كاركتر هو ما بيه؟ لأنه عجب استار ورد عجبه استار ورد عجبه تفكيره لا ما اظنش انه دي هاي ايو هو قال له اي لايك الاجابة ودي حاجة تلاحظها في تانوس بتاع انفينيتي ورد طول الفيلم لا ما بيبزلش مجهود اكتر من اللازم بيبزل مجهود بس عشان يوصل لحاجة اللي هو عايزها بزل مجهود عشان ياخد الستور بعد كده سعملش اي حاجة ورد لما تكون كده انا الخوف بتاعي منك ليه حدوده طب ده كده هيوريني انا كمشاهد ان الشخص ده عنده درايف وعنده هدف واضح جدا ومستعد يعمل اي حاجة عشان يوصل للهدف ده ومش يعمل حاجة زيادة بس اه مش يعمل حاجة زيادة واحد راح نخبي منه الستون وقال له هيرجعها لك لو ما قتلتوش ديليا برينس خد الستون سي معيش لا بي فاهمك انك شرير انت واللي انت برجنت على حياته ده وترجع بعد كده موطك ما هو كانش عارك انه ده هيحصل بس بلا مغفر بس كخوف لا مش مغفر بعدين ما ايش هو نفس اللي قتل على فكرة كخوف من الشرير لا تنفور فانوس اللي في الموضي ولا فانوس دي نقطة يعني اعتقد ان احنا طرحنا فيها وجهة نظامنا بالقدر الكافي وفكرة ان في حد يقنع فينا التاني بعكسها مختلفة شوية الاسباب اللي بتخليني احب انت جيم الاختلاف الواضح ما بين كل فصول الفيلم الاختلاف الواضح ما بين المراحل بتاعت الفيلم والتحديات بتاعته بما فيها النقطة بتاعت الصفر في الزمن والرجوع واستدعاء النوستالجيا في النقطة داية زيارة الافلام السابقة وقفل اللوبس بتاعتها ده حل مشكلة ايرنمان مع اهلو حل مشكلة كابتن امريكا مع بيجي وحل مشكلة ده يجعل زار كل التاريخ وهو وفضة كل الموضوع وده لك البوس فايت اللي محدش كان متخيل إنها جاي ومحتاج كان متخيل إنها ممكن تتفوق على دي وإن كنت للأمانة شايفنا الديناميكية بتاعت فصول المواجهة في إنفينيتي وور أفضل وقع إنها كانت بالنهار ووقع أولا هم في الفيلم ده وفي الفيلم ده وقت عملوا حرب المرأة المفترسة لما كرموا المرأة في إنفينيتي وور كانت أحسن بكتير وإنفينيتي وور الحوار إن الخناءة كانت انترساكتت هو إحنا في وقت ما إحنا بنتخاني على كاكوة بتاعتنا ونفس الوقت بنتخاني على الأرض وعمليه النقاط طعمة بينهم ده أحسن بكتير من الخناءة كاملة اللي فضلت مستمرة فترة طويلة في الضلمة وإنت مش عارف ويتش زويتش ومرة واحدة تشفت وشيش وقت حاجات خيبة يعني ناس كتير ما أخذتش بلا هو دكتور سترينج كان فين في دي كان عمل بيوقف المياه حاجات زي كمان آه كان فيه مياه جاية كان عمالي هو في الخناءة الأخيرة يعني يا لو أنا مش لقيه لك دور فهو فيعمل أي حاجات دلوقت فأنا بقولك التنوع والديناميكية وصعوبة التحديات اللي كانت موجودة في إن جيم مقابل تمافل الفصول الشديد اللي موجود في إنفينيتي وور وشغير في إنفينيتي وور أنا عجبني البرسنل بس دي مدرسة أنا مش بقولك أن ده شيء في المطلق يعني أنا دايما لما بجأت خنق على على ثلاثة عملت حالة أصلا بعد إنفينيتي وور قلت ليه ثانوس كان على حق من كترة أثوري بثانوس إنفينيتي وور جملة مكملة في اليونيفرس وبيبنوا عليها لغاية دلوقتي بس مش عارفين يتخطوها مش عارفين هتكراها وكل مش عارفين هتكراها فرقت الأول حالتين ردت نفسية أنا من المدرسة دي جمعيني من العدل نحن نقول إن دي نقطة شخصية ما هي نقطة درامية أنا عناسي محب شرير الرماضي أكتر فبالنسبالي ثانوس إنفينيتي وور خفت منه أكتر لسعب واحد بس أكتر من البرسنل لأن البرسنل العاطفي ممكن يخطي ممكن الهجوم ده أنا داخل أليك بغل فممكن أتفاديك شخصية شخصية بجد شخصية فلشت إنفينيتي وور كان فوكس ده أو اللي هو أنا مركز على هدفي مستعد دمحيك لو أنت هتقرب خطوة روبوتك؟ أنا أحب بالشخصية دي نقطة يدي له السبب إن الموضوع يكون شخصي بالنسباله وبيبقى أخطر بيبقى أصعب بيدي فرصة لصحبه إن هو يمسل تمثيل أشد بيحضرني في ذلك أمثالة كتير جدا كنت لسه قريبا جدا في الحالة اللي فاتت بتكلم عن فيليب سيمول هوفمن في ميشن انكبوسبل الفيلان الوحيد اللي كان عنده مشكلة بيرسونل مع البطل بتاعنا كريستوف فولتس في جيمس بوند كان عنده مشكلة بيرسونل مع البطل بتاعنا اللي معنى يجي حتى تعكسها على السينما المصرية لو ينفع بعد إذنكم في فيلم اسمه الوحل بتاع نور الشريف وكمال الشناوي كمال الشناوي كان عنده مشكلة شخصية مع الزبط بتاعنا مش مجرد تجر مخدرات وده نعكس على دراما شديدة جدا جوا أحدث الفيلان فأنا بحب الفيلان اللي عنده سبب وعنده دافع وعنده بتاع بس محتاج الجزء بس باردوس مش هينفع نحلم ثانوس من جزء الشخص كان ليه أنا ما حسيتش انه روبولتس كان دايما بيهمش عشان يوضح الهدف بتاعه بس حسيت ان فيه شغف للهدف دائما يعني اللقطة لما عاد مع جامورة قبل ما اقتلها وقال لها أنا الوحيد اللي شايف انت اللي مش شايفاها أنا الوحيد اللي اقدر اعمل كده اللي هو لا فيه جانب شخصي قوي كمان ان هوش فعلا شايف نفسه مش إله لا لا انا اصد الجانب انا اتكلم على الجانب الشخصي في الكراهية ان مشكلتي معك تكون مشكلة شخصية اللي انت عاوزه بس تعست مويتني صح في النهاية برضه النقطة اللي مقتنع بيها تماما في افنجرز ان جيم تانوس هو الفيلان في انفينيتيور هو البطل يابا مية في لما اوكي نختار اتفضل انتي اتفضلت انفينيتيور ماريو قصدت اي تاريك طب دي يعني تعالونا بيبدو عشان الناس كتيرها تجي تتاريك وتقولت ماريو يلعب السمع او ماريو طريو كان صحيح اه 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 اوي فروزن ومتاعني اه صح ما اه لا 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 اوكي يعني كان ممكن مافريك يكون موجود هنا كان وانطقة اكتر بس عشان كان طريق ماريو فيه حصوص كتير المهم ماريو يكمل اوكي اوصل للجولة النهائية النهائي تايتانيك و افينجرز فيلم اخليص موجود يس فيلم اخليص موجود نو ولا انا لا احنا في الوقت يمحتاجين نعرف هو كم هو بيفكر فيه وانخسرهن لا 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 هو متى كده صراحة انا 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 من البداية يعني مكشوف لان انا قلت ان انا مش اكتر فان لتايتانيك ومن ناحية السينما كتعريفي انا للسينما اروح السينما معايا يا بشار استمتع بوقتي انفينيتي وار فانا بالاخر انا كاشف كروتي اوبنهايمر خلي بالك مش اللي هو بعيدا عن انفينيتي وار ولا انا استمتع فاصلة بحتاج تشغيل دمارك بطريقة بلظبط انا استمتعت بده جده انا استمتعت بنفس التعريف ده فانفي اوبنهايمر انا لا اوبنهايمر بكتب finish انا اعرف شامل فعلا لكل انت هتفضل حضرتك انت اللي بتقول أنا محتار بعيدا عن موضوع من اللي هيكسبوا الكلام ده أنا مش شايف إنها صعبة قوي يعني طيب أنا كان مشاهدتوش في السنة مع الفترة ولا ما شوفتو VHS فأسوأ فورمات ممكن تشوف للمعليق وممكن Digital كمان تالي شوفتو على الكمبيوتر أنا شايف إن تأثير وعلى الكمبيوتر زمان اللي هو كان البوكس ده الشاشة بتاعتو مش فلات ولا بتاع حاجة لم تصنع لمشاهدة أفلات اللي بيد ده كان عندي كان عندي وقت كان إيه من شكل كم لو صراحة شوي ممكن نفتاكد اسمه آآ أبدأ طبق كفيلم بالنسبة لي آآ 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 آفينجرزينفينيتي وير لسبب واحد بس التأثير بتاع فيلم آفينجرزينفينيتي وير في عالم مارفل وفي عالم السينيما عموما كان مختلف تماما عن تايتانيك تايتانيك أقدر أعمل فيلم زيه لو اخترت كاست حلو ومخرج حلو شاطر ممكن مش هيجيب نفس الأرباح حشان ما نجذبش مع بعض الومانسي بالزيت بس انا حشيس ان انفينيتي وار كان طفرة زي ايز افنجرز اللي انتم بتحبوه قوي بحجم ابطال زي دول يكتموا كلهم على شاشة واحدة قبل اندي جيم طبعا ويطلقهم باحسن صورة ممكنة ويدي لكل واحد حقه ويدي كل واحد الارك بتاعه واللي يناسبه وفيلم من احسن الفيلانز اللي شفتها في فئة السوبر ريوس عموما وفئة الافلام يعني فئة كل الافلام بفلسفة طلقت الناس انا مع ثانوس ولا ضد هو كان شبيه فعلا ولا كان ليه منطقية نوع ما لا لأ انا بالنسبالي اخراجيا انفينيتي وار تمثليا تايتانيك بكتير تايتانيك في التمثيل لو كان اندي جيم كنت اقولك افنجرز في ادعية برا بس تمثيل تايتانيك كتابة وقصة افينجرز انفينيتي وار صراحة صعب او تجمع كل الابطال دول وتبني شرير مش صعب ولا حاجة إنتقول الآن بأكلم بإن셨 على الاقتيال الليس في الاقتياليوس لايست تفرأ افنجرز الأورونية لأبنه أعرفك أنا مع الاثنين اعلى أرض الواقع كمخرج، الاسهلل esper send to your support او افنجرز BookPate77 الاسهل كتنفيذ لا ني ملحش دعوه ده سيناريو هي ملحش تعاوا بالتنفيذ انت اللقتي بتكلم عن البروديوسر انا مخرج انا مخرج اصور افينجرز انفينتي لو تعرض لي سيناريو تايتانيك او افينجرز انفينتي وور ايلا اسهل ماتيهاش اسهل واصعب الصعوبة بتاعت افينجرز انفينتي وور الا انا هتخيله اسهل بالنسباني انت بتخيلش حاجة انت مالك انت بتنفي السيناريو الكسة اللي تقدر تعرضها احسن هل أفهم الناحية اللي هو جاي منها؟ هو جاي من ناحية الكمبيتيشن بتاعت ان انا احط الناس دي كلها على الشاشة كلهم يجوم وكلهم صعبين وكلهم دي في ايد البروديوسر يعني يشكر فيها كيفين فايدي ده انجاز كيفين فايدي ويشكر فيه من ناحية التانية جيمس كامرون والاخوة روس ما يشكروش فيها خلصة؟ لا يشكروا فيها يشكروا فيها لانهم القصة كان كبير أول شيء طب القصة بالنسبة لك اللي أحسن تايتانيك كسوتو أحسن؟ طب من ناحية الأكلاف اللي تعادلتك تكتر من موارد انا عايزة فهم عوامل الروتشابيليتي اه انفينيتي وور طبعا يعني عارف ان انفينيتي وور بقاله يعني طلع من قريب بالنسبة لتايتانيك بس انفينيتي وور صراحة انا ممكن اتفرج عليه لان انا قريدي اتفرجت عليه كتير جدا ومزهقتش منه بس تايتانيك انا مزهقتش منه كتير ومزهقت يعني اديني مش واحد اتنين قلي من رجب نظر اتثبت اللوف ستوري اتقاذ اللوف ستوري؟ هنتكلم فيلم اكشن كل الفصول بتاعتها بكيفية ازاي الشخصيتين دول قبل بعض وازاي الشخصيتين دول حبل بعض وازاي الشخصيتين دول طلعوا ابعاد عند بعض ما كانوش يعرفوها عن نفسهم ان هو اكتشف في البنت جانب غجري وحابب الحرية وحابب الحياة وهي اكتشفت منه ان هو مش صعلوك ولا حاجة ده فنان وعنده طموح ولد زكي ولما لبس كويس بقى بني قدم كويس وبقى اتمياله اكتر لانها عايزة تبني معها حياة وفيه فيلم على حق ربنا موجود هنا وعنده اسباب وعنده الدوافع بتاعته وعنده الدوافع اللي تخليه شخصية ريتش جاي ده ريتش جاي وعنده اسباب شخصية اوحادية اوه مش اوحادية خالص لما تعرف التاريخ بتاعه بعد كده ومعاناته الاقتصادية وانه كان ليه هدف من هذه الجوازة ومشكلته من التباقية الموجودة والحل اللي وصل فيه فاين جوا الحدود بتاعت الشخصية التاتي مش مطلوب مني ان انا خليه عاوز يزرع كنبولة في السفينة لا مش كنبولة الا انا من اول ما شفت ان اكرهك انا مش قادر اتفهمك اصلا انا مش حبك هو خارج اطار المجتمع بتاعه ايوه هل هو كان السبب ان هو يفرق جاك وروز عن بعض هو كان ابستك الواقف ما بين الكنين هو كان السبب يس لما زرع العقد وحاول يقنعها ان الولد ده حرامي وبعد كده هي رجعت اوناليب وفيت لما فهمت ان هو مش حرامي ولا حاجه ورحت له انقذته في مشهدي المفضل في الفيلم بتاع اي تراستيو رغم ان انتي مجنونة ومخك مش فيكي والكلام ده كله اي لاب دات واللحظات الايقونية اللي موجودة في الفيلم اللي موجودة الناس اللي موجودة الناس اللي موجودة الوقت بتعبها وكثير منهم ما بقواش عارفين هم بيعيدوا ايه مشهد السفينة لا والسفينة وامفلاينج انا عجبسي لما دخلت انفينتي وقور ما كنتش متوقع ان ثانوس هيتكتب كده او هيتامل بالشكل ده انا كنت داخل اشوف تهديد بقى الهجم سبعة تامن سين بيحضرونه راجل جاي بيقتل نص الكوكب شرير انا داخل اكره وصلت عارف ان ده مش حدودتهم يعني يعني الحدث جاهزة ده ارث واحنا احنا عاردت بهكامل من ارث ولكوميكس فاللي موجود في كوميكس مش دا تماما خالص مش دا خالص لأ مثيد التانوس فالكوميكس عايز يمسح نص العالم عشان ييمتس داست بس عشان يزابط واحدة بس فصول بتاعت الموضوع مش شبه داست من انا مش نفس البلانت لا فلاقبس في الناس الانشاهزة الاشاغ del protest بس الطريق عشان يم elector الانشاهزة ليس بالأسطول لا British火 ويصمement مش نفس الموضوع فقط في عاجة كثيرة جدا ممحتلة وثانوس كشخصية في الكوميكس ينتتكرر بس برضو يفعلت على ليه أدابت ديها أدابت ديها هو ثانوس كل حاجة بس مش نفس الدافع مش مش ثانوس هنا هو انفيرومنتس اكتر يعني كده هو يعني إرهابي بيئي كده هو حلو تحسب للثانوس ممكن نقول عليه انفينيتي وار تحسب للثانوس أكيد بس ده ملوش دعوة بثانوس في الكوميكس خاطس أيضا ما علينا وثانوس في الكوميكس الشخصية مغيدة جدا زي ثانوس الأفلام انا انفينيتي وار بالنسبة لي ثانوس في الكوميكس اكتر معلش ناسي ثانوس في الكوميكس اكتر يقرب أكتر من ثانوس بتاع اند جيم ده يقرب له أكتر بالعكس ده اند جيم حنين عنه شوية مم ثانوس السفينة في تايتانيك السفينة عظم انك تاخد قصة تايتانيك أصلا قصة حاجة حاجة وتحكي منها لغ ستوري دي حاجة لا ومشهد غرق السفينة بالسيناريوهات بتاعته هو بيدي لك حادثة في أي فيلم تاني والأغنية والأغنية تاخد لها عشر ثواني هو حطها على الشاشة أكتر من ساعة بكل تفاصيلها حسيت بكل سانتي السفينة بتاعها كله كانوا بيغنوا القصص الجانبية اللي بالهابل اللي كانت جانب الموضوع ده والراجل والست العجوزة اللي قرروا ولا لا حينفع نجري ولا حينفع نعمل حاليت نعوصل تايتانيك بنظرة انا كمان دلوقتي احمد اخوك تايتانيك انساني أكتر حقيقي بس اللي سكينة اللي تعمل به الفينجلز انا شاهد انه كان تحدي كبير انك تعمل فيلم زي ده كان يعني ريسك اللي تصيب يتخيب متشابه يعني بص ايجو في ألترون الناس صالة منه كرهين انا ايه اللي خلانيه مقابل الفايت ده يعني كان المتوقعين انفينتي وورم انا فاهم انه انه عنده هيت كتير وانا ضد ده انا فيك فيلمين تلاتة في مارفل ناس كتير وانا بحبهم منهم ألترون انا اللي خلاني لغاية اخر لحظة برجح الكافة بتاعت انجيم على انفينيتي وورم هو ان انا كنت شايف ان يعني انفينيتي وورم استلم من حاجة صح؟ انجيم استلم من حاجة انفينيتي وورم استلم اسهل وانضف بكتير من انجي بس بصراحة وانفينيتي وورم مش مستلم فقط ايجي وweisen انفينيتي وورم استلم التاريخ كامل مستلم ايجنا روك اللحظة اللي سلمت انفينيتي وور مستلم سهل انا اتفرجت على انفينيتي وور من غير مالفر الصعوبة بتاعته هو اللي عمله جوه الفيلم يعني هو مابتداش الفيلم التحديد بس انا شايف ان انفينيتي وور قائم بالزيته بعيدا عن مستلم لان اتفرجت علي الوحده بعيدا لو ما شفتش اي فيلم المارفل وشفت انفينيتي وور هتلعوا الواو مش هتأثر او على التجربة فقط اللحظة اللي مات فيها لوكي في اول الفيلم هلك لما اتضرب هلك برضو كان يتأول الواو بالنسبة لي اهه كمان اعلى لما ينقل من البداية نعرف الباور لفلز عشان هتخلت باعرفت قوة سانوس ده عندنا ازاي بس اتسول كوميك بوكس يا جماعة انت بتقول ايه كوميك بوكس ايه مارتون سكورسيزي هيطلع ولا لا لا مش بس لا مش اتسول كوميك بوكس تايتانيك ملاقي وانا اسف والله انا فجأة ملاقي نفسي عمال اقول نفس الارجوم بتاع بس ده ما كانش قصدي فاهم 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 ده مفهوم اوي ليه يتحط في الايما اللي احنا فيها ده ده الماشين بتاع ديزني والماشين بتاع ديزني خلصت ساعتها هل لسه؟ ده كانوا لسه شغالين ديزني كان اول فيلم من انتاجها كان جارديانس جارديانس وعنده ماشين بنتكال بجبارة وعنده فيلينز وعنده كوميك ده ساعتها يعني حتى اقولك ايهUM افتار كان عنده اسم جيمس كاميرون حتى تيتانك ما كانش عنده اسم جيمس كاميرون يعني ما كانش بنفس الحجم من قبل الهجم primeётся follows من قبل الهجم وavic sini صندوق التذاكر. يعني جيمس كاميرون اللي باعه افاتار باعه بان ده جيمس كاميرون بتاع تايتانك. جيمس كاميرون هو بيع تايتانك كان كون المشروع تايتانك. ستار باور تقريبا مفيش. هنا مع كاملا احترامي. اسم كيت وينسلت ولينارد دي كابريو مش النهاردة ساعتها. لا كانت باندونية ولا حاجة. وغلوتك ولا حاجة لكوت موجود. انا برضه انا محسكو فينا المريش ان انا اتكلم. عارف كيت وينسلت وزنها على الشاشة بالنسبة لنا كله ايه؟ اول لقا تظهرت فيها لما نزلت من التاكسي ورافعت رأسها من طاقية. كل الناس اللي في السينما فيلم لاو. كل الناس حبوا بنات ولاد. اما ليوناردو دي كابريو فكل البنات حبوه كل الولاد كانوا بيخططوا عشان يقتلوا. انا مستغل او صحا اول لما بدأنا نتكلم على تايتانيك انت بيقى تتكلم عليه بهيت بشكل مش طبيعي يت انت بتفوز الدرقة. سخنت له. لقيت ان هو مش شبه بقيت الجماعة بتحبوا نحط كل الافلام اللي احنا عددنا على يدات. انا شايف ان افينجرزي. هو اصلا ما بين كل الافلام اللي كانت موجودة ذاتي حاجة انا لاحظتها فيه تلت افلام فقط. نقدر نقول عليهم او ريجنال. ثلاث افلام مش ريبوت مش مبنية على فيلم او فرانشاز اجيما بس فيه ثلاثة بس. تايتانيك و مين؟ تايتانيك سوبر ماريو و باربي. ودول مش ريبوت ومش مبنيين على حاجات تانية؟ انا اكلم مش جزء تاني بس حتى اليوش صناعة الفرانشاز مش زي زي جراسك واي بيز. ايو اي بيز ماشي. بس ايه تاني غير نقوله مش جزء تاني. حتى مش عيتي. انا مش عايز افروزه و عشان جيمس كامورو اول فيلم. بالنسبة لي كفيلم افضل كفيلم ملحمة اكبر افينجر ز انفينيتي وار. انا دخلت افينجر ز انفينيتي وار متوقع ان هيكون قريب من اج اف اتور. ملحمة أكبر كالسكيل بس ما بين انفيتيور و تايتانيك انفيتيور كمالحمة ايه بس هذا لا يجب أن تكون موبي لا 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 مش كل فيلم أكبر أفضل لا لا انا مش بكلم على الحاجة بدليل ان دول يخشوا في قوائم تانية قصاد أفلام تانية أبسط بكلمة انا بكلم على التوقعات تايتانيك انا عارف من الاعلان اللي انا هشوف قصة حب بانتبازين اللي هو هشوف اكنين بيعشاؤه اللي هيا المأساوية مكنتش متوقع الناس كانت دخلت تفرج على قصة كيفية غرق التايتانيك وكانوش متخيلين ان في الاخر المغرق قصة حب والرسم والبتاع والمريا الحدوتة كانت عارفة ببادية ازاي حتى من الستوري لاين بتاع بيل باكستان واكتشاف الحوطان بتاع السفينة تحت المية وبعدين استخراج اللي جواها والكنز اللي كان بيدور عليه كان فيها الجانب الاستكشافي بتاع السفينة عايزين نعرف غرقة ازاي وبتاعها سؤال لما دخلت كنت متوقع ان ثانوس معقد او ليه جوانب وابعاد كده لا خلص مكنتش عارفة حيات الكوميكس بس كاشي ليه كنت متوقع اشير ليه زي اشتران مارفل يعني لو فيه جزء التاقيب بتاع الترون وكنت متضايق من الهيفي سي جي اي كمان بس بعد ما اتفرجت على فهم لا لا بعد ما اتفرجت حاجة تانية البجلة الاولية بتاعت ايرن مان الناتكس اللي دي يشكر عليها الستوري لاين بتاع ايرن مان دخول ثور في المعركة لا لا ايبك مومنز بس مكررة بس ايبك ايبك طبعا بس فيه منها نسخ كتير ما انا ممكن اقول لك اللوف ستوري دي شفتنا منها كتير طبعا وانت شفت منها اللوف ستوري شفت منها حاجات جوه انفينيتيور شخصية بس دي من امهات الكتب زي ما بيقولوا كده من افضل عشرة قصص حب طبعا ممكن تكون شفتا عارف ايش عارف الفكهة يعني صراحة اللي انا عايز اقوله في دماغي ان تايتانيك is a great movie and it's very important to cinema يعني فيلم مهم جدا في تاريخ السينما بس هو فيلم اكتر هو فيلم كتير هو فيه حاجات كتير الواحد بيطلبها لما يكون بيتفرج على فيلم فتايتانيك هو فيلم هو كلاسيك هو لازم تفرج عليه لازم تعدي عليه في رحلتك بس الحاجة ونهاية انفينيتيور اللي انت هتتعلق بها على عكس دي مأساوية اكتر بس دي كانت صادمة اكتر انت لما تيجي تبص على الستوري لاين هو ما ما حدث في نهاية انفينيتيور لو كان لازم توجه الفاس على جميع لا ايبك 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 حتى ما خلصت روحت رايح فاول تلت ساعة في انت جيم عامل ريت كون للكلام ده كوني انا مكنش مضوكة دا فيه جزء تاني بعد انفينيتيور يا رجل انا داخل الفيلم ده ما كنتش من غمز او في مرض انا عارف يا برينس لو كان عمل كده علي نعمة اعظم فيلم في التاريخ موته ومصيبهم ايدي يا نهاري سوي اعظم فيلم في التاريخ و لما راجعوا للأسف المارفل اتضمارت خالص في فاول شيك انفينيور كتجربة تابقيني تجربتك في السيزم اسمار سينما اسمار سينما ماشي اسمار سينما بس سمتوامج اهaga انا تيتنيك بناباقى ها اصلا 16 فيلم اللي كانوا قدامنا مش في اخضر 10 افلام ياخر 10 سنين اصلا يعني يمكن يمكن حاجة ولا حاجتين من مارفل يعني يفليته كده لكن ايه اصلا قائمة كئيبة يعني تايتاني الزمان مختلف تماما عن كل الافلام اللي حواليه اللي موجودين دلوقتي مختلف تماما مفيش فيلم زي دا حياري خوش الافلام خلي بالك انا اعتقد ان الناس اللي منقامز اكتر في السينما هيقول تايتاني لا لا بس الجيل الجديد الناس اللي عالديجيتال مش هيقولوا تايتاني مفيش ارتباط الجيل دلوقتي اللي موجود على اليوتيوب اللي موجود على التكتوك اللي بيكومنتو بس معدرين اعظم التايتاني لازم يقتدر لازم يقتدر لازم يقتدر في فيلم شفته في مهرجان كنجونا يا ربي يتهيلي كنجونا اسمه دا بلايند من هودد نوت وان توسي تايتانيك عايز اقول فيلم فنلاندي لو عرفته توصلونه لازم تتفرج عنه من اعظم ومن اجمل ما يمكن حاجة اللي ما تيجي تتكلم حتى مهرفش بقى هو هو كسب جايزة يعني فممكن يكون في الصدارة سمعه بس فيلم في درجة العزوبة بتاعته والرئة بتاعته من ارواع ميونر دا بلايند من هودد نوت وان توسي تايتاني في الليست دا ادور على طريقة قانونية تايتانيك بيكامل عليه افلام يعني بيكامل افلام على الناس اللي تتفرج على الفيلم انا بصراحة تايتانيك مقاثرنيش على قد ما يعني ما اطلعتش منه كده اللي هو مبسوط قوي على قد ما طلعت من انفينتي وان اشان انت ايام تايتانيك كنتش حبيب يا دوك يسس حتى لو حبيت تايتانيك هيتني اندرايك مومنت كنت يعني ايه بخترق هذا العالم بقى يسسا حتى حبيب ما رشحش اول فيلم تايتانيك اصلا يا راجل ارشحه من الافلام بس مش اول فيلم تفرج عليه مثلا او من الافلام الوارد ايه اول فيلم ترشحه الوحيد نوت بوك يا نار كآبة احب نوت بوك فاش عارف لو نوت بوك قدام انفينتي وورك بترشحش نسيبه بعض لا لا التويست اللي قدام اللي في الاخر في نوت بوك اللي هو كل ده يطلع مش عايز احرقه انتعرف ايه ابتال فيلم عاطفة رشح والحط واو واو ايكوني وعظيم وبعشاءه من اعظم من الافلام اللي مش اشوفتها انجيد انجيد طيب عايزين نقرر تايتانيك تفضل قول انت لا انت تفضل لا ما عارف انت هتقولي لا انا مش هقول اللي ممكن ارى فاجأك هقير وجهة نظري في اخير نظرة في اخير اللحظة عشان انا الرضا المحمودة اصرفتك في حمل اه حاصة حملتلك كوبيتشاي حاصة انا هقول انفينيتي وورك انفينيتي وورك لان برضو اي انا بتكلم من وجهة نظري انا بس لا لا هيكون انفينيتي وور لا لا لان انا اخدر اتفرج على اي 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 ايوم غير ان ا ارجع كالك للتانيك بس ده اراقي بس اكون فير وعادل مع نفسي بصراحة انا عسف هدود اوكي انا معنى ببكره شئ انفهمتي هو يا جماعة لما بنيجي نخص في اي نقاش من دول وتلاقيني ميلت على حاجة وابطلت ابرز عيوب الحاجة التالية فيلم ده لا يعني اني بكره ولا عندي معا مشكلة ولا متضايق من من سيطرة الملاهي على السيطرة ولا فكرة فكرة فلوس وخلاص خلاص هو ليه وقته تايتانيك بس مش في كل وقت لا انا معك في نفس ده انا لو في التلفزيون الاتنين موجودين هتفرج على انفينيتي وار بس مش عشان تايتانيك ممل مش عشان زهقة من تايتانيك عشان فعلا ما بستحملش الفصل الاخير صعب علي اوكي جدا جميل جدا من قائمة الستاشر فيلم الاكثر تحقيق هون للارضات في العالم النهاردة بنكسب الرقم ستة انفينيتي وار من انتاج 2018 وشايفين بحكم هذه المناقشة انا والفيلم الافضل انفينيتيو كدف جسدي شكرا شكرا الحمدلله انا كنت متوقع ان الفيلم انفينيتيو اطلع مسلا من اول جولة ولا حاجة انجيم انجيم طوبجان مابريك انا مش عارف ليه بس كان عندي ثقة كده غريبة حسنت طوبجان مابريك ممكن يعمل حاجة كده اندردوج ولا حاجة ولما قال توجم هيبقى احسن قدام انفينيتيو وار من اند جيم قلت الاخر في الخطو دي انا كسبت اصلا اند جيم يعني ماشي اند جيم مكنش عندي مشكلة ده المثال اللي حابين يعني كل الضيوف بتاعت هذه السلسلة يلتزموا بيه هي مش خناء انت قطنعت زي الفل انت بحدي اللي توقعي صح لو كان عندي واحدة كمان انا اخد مجالية من المدليات بس يا بشا عيوني الف مبروك المفوض اعمل كده والله يخليها الهداية للفائز صح مجد نورتوني انبسطت بالحلقة نورتوني وانت هترجع تاني ان شاء الله ان شاء الله الف شكر لكم يا ريت انتو كمان تلعبوا هذه اللعبة لو قاعدين في مرة على القهوة او اي حاجة وعاوزين تحدي جديد او مناقشة جديدة وقلولنا كسبتو في مين وقلولنا علي في الكومنتز الف شكر حضرتكم على المشاهدة الف شكر مستر محمود الف شكر مستر عبد الرحمن وبي باي ماهو